مرسي يا يولو مرسي يا حبيبتي انت بتعملي ايه ماما؟ ولا حاجة يا حبيبتي ولا حاجة بس انا هاخدلك المعاد معاه بكرة الصبح بادري تكوني صاحية وفاقة وتروحيله باي باي على فكرة هبعطلك الجراية بعد شوية خد ايه ده؟ التعيين هيجيلك باي باي يا حبيب ايه ده؟ افتحي الباب يا مزمونة ده انت نور؟ ده انت ضلمة؟ انا الحق علي ايه ده؟ موليس انك ده؟ منفضلك انا فيه واحدة عميدة مجنونة اتهبشت عندكم في الشرطة ده شيء مشين للشرطة انها هتبقى موجودة في الجهاز العظيم ده انا انتصار عبدالحق خطفتني يا فندم خطفتني وحبساني في زنزانة يتلحقوني يا متلحقونيش يا ايه ما بقى حكلم المحطة بتاعتي تبعاتلي كاميرات تصورني وانا مسجونة وهملكم فضيحة في كل المحطات الفضائية والارضية بيتها يا فندم في الشيخ زايد ما شاء الله عليك يا ست المأمورة كل مرة تاخديني في قهوة انما ايه؟ اخر قلاجة قهوة؟ هو انا جايباك ايه؟ نلعب ضمن على المشاريب؟ دي برضو اسمها أخوة؟ انا عارفة يا احتي بقى اسمها ايه؟ انا سمعتهم بيقولوا عليها كافي بوب صح؟ كافي بوب اه كافي شورتي يا بنتي ما علينا وليلي عاملة ايه في شغلك مع محمود؟ الدكتور محمود يا جماله يا جماله ده طيب قوي تصدقي ست المأمورة بيعملني كويس ما هو عيل مظافلة زي يومه؟ بقولك اسمعيني نعم انا عاوزاك ترقبيلي الولية اللي اسمها لوزة اه؟ وتطلع مين لوزة دي كمان؟ حماد بنتي ولية كده عندها لتهفة لحنجرة وفاكرة نفسها مطربة اشرب 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 يعني اشرب عادي؟ عادي ازاي؟ العميدة نور عز الدين كلمة المقدم فاروق الجمل عشان تعمل معاد مع نسبتها انتصار عبدالحق بحاجة انها عايزة اتعرف معلومات عن اللي قاله موسى الاشرب الراجل بتاع نبوية التمساح انا مش قادر افهم ليه العميدة نور مهتمية اوي كده من نبوية التمساح؟ بصراحة فندم انا بدأت اتأكد ان العميدة نور هي نبوية التمساح بقولك ايه؟ انا مش مفصوطة ابدا ان الست اللي انش عرفتين عليها دي دي واضح انها نصابة وانت بتقسمي معاها انا بقسم معاها؟ ماشي قطر خيرك انا غلطانة انا دلتكم على ست سرها باتع انا غلطانة ان خلتكم تحطوا ايديكم على سعادة ولادكم الزوجية سعادة ولادنا ايه؟ كلام فارغ ايه؟ دي الحكاية بتتنايل مش بتتحسن بقولك ايه؟ انا مش مفصوطة خالص انا غلطانة اساسا ان انا رحت معاك قالوه ايوة ست المأمورة ايوة هم التلاتة قاعدين جنبي هم حملين يتخنقوا بس انا مش عارفة هم بيتخنقوا على ايه؟ ايه؟ اه؟ بايني لوزة غشتهم في البضاعة بتقولي ايه؟ على اي حال؟ على اي حال؟ الحل الوحيد ان احنا نروح لسة دي وتحملينا عمل جديد من اول وجديد تحملينا حاجة تخلصنا من المصيبة اللي اسمها نور دي الى الابد يا رب ان شاء الله وكمان انا مش مقتنعة خالص بالكلام اللي بعض اقوله ده على التليفون ايه ده؟ انا عمري ما شفت عمل بلا سلكي يا جماعة يا جماعة رحبات دي مش هتشتغل لوحدة القفة مودنين بيشيلوها اتنين احنا المفروض نشتغل معاه ونساعد برضو تصدقي؟ دي اول مرة تقولي حاجة صح من يوم عرفتك احنا لازم نعمل خطة يا بنات لازم نعمل خطة هجوم مش دفاع لازم نحولها هي من دفاع الى هجوم فاهمين حاجة؟ لا مش فاهمين انا هقولكم على الخطة ايه؟ ايوا يا ست المأمورة ايوا شكلهم كده بتتفقوا انهم يروحوا بكرة عند المعلم اللي عنده البطاعة يا امجد انا موضوع الجواز ده انا قفلت بابه من زمان خالص اصلا انا رجالة بالنسبالي عاملة زي درس العقل ملهاش لازمة لكن خلعها مؤلم شوية وانا ما صدقت بقى خلعت وريحت دماغي انما يعني عايزة اسألك ايش معنى انا ايش معنى انا دولا عن كل الستات اللي في البلد اخترتين انا ايش معنى انا وهو الحب فيه ايش معنى؟ لو كنت سألت قلبي وكان بيتكلم وقلت له مين؟ كان اختار نفس الاختيار اللي انا اخترته بس انت قلبك بيلبس نضارة قل له بطل بقى يضبش وانسى الموضوع ده انسى ايه؟ سيبلي شوية ايه؟ انا ممكن انسى ان الشمس بتطلع من الشرق ممكن اطلعلك فوق الامر وابعتلك من هناك اس ام اس ايه؟ انما مش ممكن انساكي مش ممكن يا نور ايه انت قابلت نظارك ببني عالصبح ولا ايه؟ طب يعني هتفضل تحبيني كده من غير امل؟ لا فيه امل وامل كبير ايه رأيك لو بقينا اصدقاء؟ كم جميلا ان نكون اصدقاء؟ ايوة يا غيت لما الصداقة دي تتحول حب وتعترفي اعترف؟ بس انا مش هعترف يعني بصيل انت وفهمها لوحدك بقى طيب طيب الاسبوع الجاية سيتي انا عزمك على قص شريط افتتاح مصناعي الجديد للميا المعدنية انا هاجي انا هاجي من منطلق الصداقة بس اللي هتقلب يعني قول يا رب يا رب اتفضلي يا بنا مساء الخير يا حبيبي سيد نور ادي رقم طنبولة؟ لا ادى مش طنبولة ده رقم الويتنج تفضلي يا حببتي هنا بقى منطقة الويتنج تفضله تفضلوا يا جماله يا جماله ألو أيو ست المأمورة إلحقي دول طلعوا وحطيني الفلوسهم عند الريان ريان ريان إيه اعتدال توزيف الأموال ده خلص من زمان اتلغى يا بنتي ركزي اعتدال عشان خطري ياريتني ما بعدتك هتركزي ولا لأ أهرق بيهم بالراح ما تخليش حد يحس بيك وانا مستنياك قوليلي إلا هيحصل كله لو اتكلمت وما سمعتش أنا هخلي الكرسي هزاز قصدي هخلي الموبايل هزاز يلا مع السلامة يا جماله يا جماله باي بار آه شعرفة لين نهاردة تعبانا فتستهبطوا ولا إيه يعني إيه مش جايب النتيجة بقول لحضرتك إيه أنت مش مهتمية أصلا غير بلوزة وإبنها الله هو أكبر عليكو بصلي حتى في محبة الست تسلميلي تسلميلي يا ست الكل استهدت كل خير الله يخليك ويسلمي نعرفني عليك أصل الولية اللي اسمها نور مش سهلة إيه اللي مش سهلة وصعبة ومالحقدر عليها ومفش حاجة تستهد شوية الهيلمان اللي انت عاملهم حوالي نفسك دول ما تخلي الطبق المسطور يا سعاد وأنا بقولك مش هقدر عليها بقولك إنها مستهلة والقارين بتاعها جامد وبيدفع عليه وبصراحة طلب طلبات كتير إحنا تحت أمر قارين من إيدك دي لإيدك دي يا ست الكل بس خلصناها من المشكلة اللي إحنا فيها زي ما تخفيش جراب الست رحبات مليان افتكاسات خدوا دول خدش خدش الأحلى عشان خطر خيري ده خاتم؟ ده خاتم الهيبة من ملك الجان كل خاتم من دول عليه خادم اللي تلبسوا فيكو وتدخل على عدو وليها تلاقيه راكع تحت رجليه أما ليه؟ يعني الخاتم ده يفتح لنا كل السكك؟ ويمنع عنكو الأعداء بس خلي بالكو الفصل لجواه في نقطة زيبة هي المسخرة الخادم الله 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 عليك يا ستة رحبات سرك باتة ستة كل ستة كل شفتي جربيه وشوفي وانتو نازلين بقى انتو التلاتة يا حلوين سيبوا خمس تلاف جنيه واطلعوا اخدوا الخواتم تاني ايه ده؟ ده بخمس تلاف جنيه؟ ده في صين بنص دولار من غير خادم من غير خادم خلي بالكو اللي يرفض الخاتم ده بيتقلب عليه اه تحت أمرك ندفع خمسة وخمسين كمان والنبي منتو نازلة ادفع لي خمس تلاف جنيه معاك عشان ما جبتش الفيزا ادفعي لها ما جابتش الفيزا ايوة ايوة مين معايا؟ ها؟ السود ده مش غريب علي اه اعتدال طب استنى استنى ما تعدلك يا اعتدال ها عملت ايه؟ بتقولي ايه؟ هما التلاتة راحوا عنده كودازار بتعمل أسحار؟ وبتحضر عفريد بالبخار ينهار؟ لحسن يكونوا راحوا عند العجوزة ممنقار اعتدال اعرف الاسم بالكامل والعنوان وكلمين على طول كان قلبي حاسس من يوم ما شفت الولية اللي اسمها تسالي بترشيلي على باب الشقة طيب يا حموات الندامة انا بقى هحضل لكم بطريقة حجاب يخلى حياتكو عذاب ويحولكم انتو التلاتة لزباب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كريم كريم أمي يا كريم في سود درب النار برا درب النار إيه بس أنت بتحلمي ولا إيه نامي بحلم إيه أنت مسلم؟ أمي يا كريم بسرعة كريم إيه السود ده اتصل كده بخميس أمي يا سود درب النار اللي عندك ده أيها كريم بيه لا 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 مفيش حاجة ده حرامي كان بيحاول ينطف الإصراح عندكم حرامي؟ يا نهر يا سود ما تقلقش ما تقلقش بكرة هتلاقي سورته في الجورنال ربنا أمي يا أستر يا خميس والنبي فتحه عنيكو عشان خطري وتابعني أول باول كده حاضر يا كريم بيه سلام عقبك اللي أمك عملا فينا ده أنا حاس إحنا هنطف المخروبة دي معلش يا حبيبي كلها كم شهر ويتفكى أسرقنا كم شهر؟ وأنا لسه حسنا كم شهر؟ أنا لازم مامشي من هنا أنا أهلي وحشوني وأنا كبان إخواتي البنات وحشوني لا بقى أنا من هنا ورايح بقى لا يا كلام تاني مع أمك تعال يا نبي ليتفضل طميني إيه الأخبار؟ والله للأسف يا مدام انتصار الأخبار مش كهيسة خالص ليه خير فيه إيه؟ والله إحنا كان جاي لنا حملتين دعاية وبعد ما اتفقنا على كل حاجة وخلاص وفجأة كده وبدون أي سبب لينا الدنيا وقفت؟ قل لي يا نبي لي هم المعلنين دول مصريين؟ لا مش مصريين يبقى المعلنين الغير مصريين هم بس اللي بيسحبوا إعلاناتهم من عندنا صح؟ الله ينور عليك يا مدام انتصار نفس الحكاية اللي أنا ملحظة يبقى فيه إيه بقى؟ آه يا راشة فيه إيه؟ فيه واحد اسمه حمدان أزار اتصل وطلب معاد من حضرتك مين دا؟ ما قالش عائز إيه؟ هو بيقول إن الرجل أعمال وعيز حضرتك في موضوع مهم خلاص؟ شوفي جدوى للمواعيد وديله معاعد فدل مين أزار دا؟ حمدان أزار؟ الحقيقة أنا أول مرة أسمع عن الإسم دا غريبة أوي أزار زكاة أستاذ زكري أهلاً وسهلاً أهلاً شلو أستاذ حسنين أهلاً أهلاً ألف سلام عليك الله يسلمك لا دي بس رجلي مكزوعي ألف سلامة انت وقعت ولا إيه يا أخوي؟ يا عمي مكزوعي وخلاص دهدي يا شغلاني أنا بس عاو زفرم دلوقتي حاجي إيه الحارس دا كله اللي الستة دور حطها على الإصطراحة بتاعيتها هم الناس اللي جوا دو بيعملوا إيه؟ ومستخبين من إيه؟ والله ولا لك علي يا يمين أنا ما فاهم أيوتها حاجي دا حتى الغفر اللي واقفين على باب الإصطراحة مش عارفين أيوتها حاجي يا زكريجي دي البالد مليها الإشاعات ناس تقول مجموعة مجرمين هربانين وناس تقول دول جماعة أجانب بيطلعوا بالليل يفحروا في الجبل على أسرات شوف أنا هفحص ومححص وتني وراء الموضوع لحد ما جيب قراره وأي حاجة أعرفه هجأ أقولك على طول بس المهم المهم أنت ما تنسليش في الحلاوة أنا يعني اللي اتنين دول ليك بس أنت تجيب لي قرار الموضوع دي يفسك سرعينهم هل يرفضوا حسنين يا ابن العمدي أه؟ سلام عليكم يا ناس البيت كويسين؟ اعطيني دي هفان ديم اعطيني دي هلا؟ حضرتك هتنتظري في الويتنج روم شنو؟ قضي تنوم؟ شنو قضي تنوم يا زول؟ عيب عيب يا زول اتفضلي حضرك تفضلي داير ايه مني؟ داير ايه؟ تعالي خلاص تعالي تفضلي معي معي تعالي شكرا شكرا يا هالمرة يا حلوة يا سكرة انتي من كتر حلوتك النملة هيتلب عليك كده كده تفضلي تفضلي يا برسيمة برسيمة حلوة حلوة برسيمة حلوة مش هزا البلبلين تبت فضليا؟ شكرا 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 سلم حمدا سافر ما كلمني حمدا دا قولي معايا حمدا دا داير ما كلمني حمدا دا حلوة يا حلواني حلوة يا حلواني حلوة يا شربت حلوة يا حلواني حلوة يا حلواني حلوة يا شربت سلام عليكم ناس البيت كيف اخبركم؟ تمامين؟ كويسين؟ الحمد الله الحمد الله يا برسيمة يا ساميحة يا اختي يا برسيمة يا سكرة يا سكرة يا سكرة خلاص كفاية وعليكم السلام سلام عليكم خير أنا طهر المجالس الله جاب الله خاد دندليب الله جاب الله خاد دندليب دولاب اسمك دولاب دندليب دندليب ده اسمي داير اسم أبوي ولا عيب واحد عالدلعب خادل بعضه اضحك اضحك خسمك حلو اضحك اضحك بقك كده اضحك خلاص مش عايزين اسم أبوك هنقعد فيه البكرة ايه مشكلتك انا انا وباع علي من راسي وباع علي من راسي واجعة في عرضك يا رب تموتي تدقل الجنة يا رب تقع على نفوخك تدقل الجنة ساعديني ساعديني ان شاء الله ساعديني خير مشكلتك ايه خطواتي بالغلط واموري مع الكسام ماني زي زمان مهندسة براحة علي شوي مش فاهم حاجة من كلامك انت عايزة ايه شنو شنو انا فاهمك داني دي اداني ده ده انفي خشمي محسود حماتي حماتي عملالي عمل دابة اسد حطيته في قنفي ايش اسوي اسيبه كده ايش اسوي يلا قولي يعني انت محسودة ولا معمولك عمل من جمالك جمالي ما انت جميلة اه لازم تتحسدي وتتعكسي اه عودي عودي اه بامبو سوداني بامبو بامبو حلواني بامبو اللي بي سوداني بامبو 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 مصر و سودان بامبو بامبو سودانا بامبو بايرا أعمل أعمل ايه؟ أراكب!! أراكب في طلا في أنفي؟ أراكب في طلا ولا أقطع عنفي؟ ولا طلا ولا منافل خجي يلبسي الخاتم ده هايمنع عنك الحسد و هيمنع عنك الأعمال ايه ده شنو ده شنو ده خاتم الهيبة تلبسيه يمنع الحسد ويمنع كل حاجة وحشة عنك باير الزول يهبيني و أنا أحب زول زول يهبيني زولي هبت زولي هبت زولي هبت زولي هبت ده اليوم الأخبار ده أهلا ناسي عمر توق ما فتكرت قالوا لي إنك هنا ما صدقتش نفسي أخيرا جيت تسأل علي يا حبيبتي ما أنت على طول بتجيلنا أنا أنا وعوذوا بالله من كلمة أنا أنا اللي بجيلكم لكن إنت عمرك ما فكرت تيجي تسأل علي أمك وتشوفها الله طب ما أنا جيت لك من نفسي هوا يا ماما ودي نقعد معاك هوا يا ألف بركة ده إلهانة اللي أنا فيه ده إنت أخبارك إيه مبسوط في الجواز؟ الحمد لله يا حبيبتي ماشي يا الله ماشي مبروك يا حبيبي عليك إلا هي بتشتغل لسه يا عمر آه يا ماما بتشتغل تشتغل؟ إزاي؟ وليه تشتغل؟ هو إنت يعني إيه؟ محتاج منها قرش؟ ولا محتاج إنها تصرف عليك؟ لا لا إحنا ما عندناش كده خليها حبيبي تقعد في البيت خليها تخسل خليها تمسح خليها تنظف خليها تخسل لطبق خليها تخدمك يا قلبي ماما مش هترضى يا ماما ترضى؟ لأ والله لأ لأ ترضى ده إيه؟ لهو في حد في العيلة عندنا ستة تتجرق تقول له جوزها أه ولا لأ ولا موافقة ولا مش موافقة؟ لا يا حبيبي وبعدين انت هي عايزة إيه؟ عايزة تتنطط من هنا لهنا وده يتحك معاه وده يهزر معاه؟ لا يا بابا لا إيه يا ماما الكلام اللي بتقوليه ده؟ بقولك إيه؟ البيت عدمة دي حلوة ولو راحت أي بنك راحت أي فندق حد يشوفها كده حد يتحك معاه كده حد يهزر كده حد يعلق كده بقولك إيه؟ هي مش جات لك الفندق وإنت تعرفت عليها هناك وعلقتها من هناك؟ لا بس أنا تجوزتها أه مش مهم بصرف النظر علقتها وتجوزتها أو تجوزتها وعلقتها المهمة تعلقت في الآخر تصددنا أنا عمر يا فكرت في الكلام ده قبل كده يا ماما؟ آه عشان خايب لكن أمك، أمك حبيبتك هي اللي بتفكرلك أمك حيث زاحتك، حيث هنك، حيث استقرارك يا عدلة، أنت يا عدلة، أنت يا ستة هارب إيه؟ إيه يا عمري فيه إيه صوتة جيب لأخر الشارع؟ أيوه هيجيب لأخر الشارع، فين البروفر الجديد بتاعي؟ معرفش ما تدور عليه في الدولار؟ دورت ومش لايه أي حاجة أيوه صحي ما نحطه في الغسل عشان يتغسل؟ حطه في الغسل عشان يتغسل؟ ده أنا بقى ليه أكتر من عشرة يام ما البستهوش؟ ومنزلتهوش لي للدرايكلين؟ ما أنت عارف يا عمري أن الدرايكلين بقى تأخر الحاجة قوي؟ الله، على أساس أن أنت بقى ما بتأخرهمش فيه إنت منفعل قوي كده ليه؟ ما قولك إيه أنا مش طائق أصلا طب بس وعلي لو سمحته أنا هدور على حاجة تانية تلبسك ما أنت عندك قدوم كتيرة هو؟ اتفضل، ده حلو قوي يا ستة أنا مش عايز ألبس ده أنا عايز ألبس البلوفر بتاعي أنت مالك إيه يا عمري في إيه وأي عنده خلاص؟ أي وأي عنده، اتفضل بقى ورهولي فين؟ ما أنا قلتلك أنه هو في الغسالة؟ طب بمشي قدامي هنا في الغسالة هيروح فين يعني؟ أهو؟ يا نهر أبيض إيه ده إيه ده؟ ده البلوفر السينية بتاعي؟ ده الغسالة كشكشيته غسالة إيه لي كشكشيته؟ الغسالة كشكشيته؟ ولا أنت لسهيت على حارة الغسالة لحد ما كشكشيته؟ إيه ده؟ ألبسه إزاي أنا ده؟ معلش عمر، أنا حنزل أجيب لك واحد غير وما تقلقش نعم قلت إيه؟ حنزل أجيب لك واحد غيره؟ وهو أنا مستني لما أنت تنزل تجيب لي واحد غيره؟ المسألة مش مسألة بلوفر يا هانم المسألة مسألة مبدأ ما أنت طبعا مش مهتمية بشغل البيت عادي عادي جوزي جوزي ما بيعملش حاجة ما بيكلمنيش يدرب بقى البيت يا غمط مش مشكلة كوباية زبادي أجا كلها ألاقيها مركونة بالتاية التيام لحد ما رحتها عفنت وتلعت ما عليش يا عمر، ما أنا قلتك أن أنا ما كونش بعمل أي حاجة في بيت ماما وأنت لازم تجيب شخالة وهو أنا ما جبتش، ما أنا جبتلك بدل الشخالة عشرة ولعنى ممك عملت إيه؟ عملت لهم كشفة هيئة وفي الآخر تردتهم ما عليش يا عمر، قوانك والله أنت مش هتلاقي أي حاجة دايقك تاني لا لا خلاص خلاص، أنا ما بقيتش أكل من الكلام ده تاني انسي الحل الوحيد بقى أنك تقعودي من الشغل وتهتم من بيتك آه، قول كده بقى، أنت بتعمل ده كله عشان توصل أنك تعالي من الشغل يا طرق اللي أنت بتتكلم بيها معايا دي، أنت هتقعودي من الشغل وتهتم من بيتك وبجوزك، الله، أنت بتعملي كده ولسه ما خلفناش أم الله لما نخلف هتعملي إيه؟ دي حاجة تعرف خدي ده، خليه لما نخلف تلبسهوله موسيقى يعني إيه تغير، تغير، وسبتيه تغير ليه؟ ما غيرتهوش أنت ليه؟ بس، 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 بنات نور ما يعيطوش أبداً يا بنتي، خليك زي يومك أنا آخر مرة عيطت فيها كنت في اللافة وما عيطتش، نه نهدي بس، كنت، كنت، بس، بس يا ماما، بس هو تغير قوي يا ماما، كلما يروح أنت أنت أنت، لازم يرجع يعمل معي أخناق طبيعي طبيعي، مش راح عند الأم الحية، كلما يروح لها تبخ في ودانه، لكن على مين، إذا كانت هي حية أنا كبرى بس أنا مش عايزة تسيب شغل يا ماما وقاط في البيت من قالي أنت هتسيب الشغل؟ لأ هتروحي، أصلي لعب مش عليك لعب علي أنا، أنا كنت بهزقه هو وأمه يوم ويوم لا من هنا ورايحة هزقه كل يوم، هاي، عامل إيه؟ ما أتخديش في بالك بس عيط تبدايقني شوي، ما عليش عيطتك لو شمحت بقى طانت نور، دي حاجة تخصني أنا وامراتي، بصراحة بقى أنا مش عايز حد يتدخل ما بينها يا أخويا لما هي تخصك أنت وامراتك، بعد تجيب أمك ليه؟ إيه بعد تجيب أمك ليه، مالك يختم التنكة قوي كده، بعد زي ما تكون محسساني رايح يجيب حاجة من السوبر ماركت أمه جاية تزور ابنها، فيها إيه؟ ده على أساسي أندصار إن أنا ماشي حافية، وحتى جسمتي تحت باطية يعني المحروس يبقى عندك الصبح تيجي بعد الدور تزوري، ده إيه ده الكلام؟ فيها إيه؟ أنت يا أختي قاعدة، هنتي وأولادك هنا بيفطاروا، بيتغدوا، بيتعشوا، بيتجوزوا قدام عينيك بتشوفيهم صبح وضهر، ليل، فجر، فيها إيه لما إبني وحشني واجي أشوفه؟ أنا تقع، تقع على راسي أمارة، وما شوفش عين قرارة، ما تشتغل؟ يا جماعة أرجوكو، مش هنسيني المشكلة الأساسية بتاعتي ونقل ندخل في فرعيات أنا عارفة يا حبيبتي تعالي سيبك ما الفرع دخل لكي في الفرع هنا، بيتك يا حبيبتي، هو أنت مش جوزك برضو، قالك إن كنتي مش عايز حد يدخل بينكم وبين بعض أيوة يا طنط، بس أنا بحب شغلي ومش عايز أسيبه، عندك حق، اسمعي كلام أمك، متجوزك يا بنتي وإنتي بتشتغلي، والستات اللي يامدي يا بنتي هي اللي بتشتغل وتصرف، والرجالة تقعد تطبخ وترب في العيال، الرجالة زي قلتها يا حبيب إيه إيه إيه؟ لا 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 أنا مسمح، ده أنا بنيسيد الرجالة، ده أنا بنيصرف عليك وعلى بناتك وعلى الشارع كله، تعالي هنا يا واد، إنتا بتخلي مراتك تدفع ملين في البيت؟ لا طبعاً، طلبتي لبن العصفور ما أجابه الكيش؟ لا يا طنط، طب أمال عز تشتغلي علشان إيه بقى؟ وحضرتك بتشتغلي علشان إيه يا طنط؟ عرّة يا ماما، عرّة، هو أنا كنت لقيت راجل يتجوزني ويصرف علي، والله لو لقيت حد أتجوزه النهار ده، ده أنت عندك فلوس أكتر من البنك المركزي، وعندك قناة زي قناة السويس، مفيش فديحة، الله هو أكبر، الله هو أكبر، الله هو أكبر، الله هو أكبر، أتاريهم، أتاريهم، ما بطلوا، جيبوا إعلانات، قلنا بعد الثورة أتاري، لأ ده من النق يا عمي، من النق الأشكال، بقولك إيه؟ أنت تبطلي نق بدل، يا مش عايزة زلطة دي، دي عايزة ملطاف يتدب في عينيها، هم كده المؤدبين، بلهم شيء ما كان في البلد، والله العزي بالوعد، يا بالأديك بالكافة، مرة أخيرك، يا ترمي نفسك، أنا؟ ده أنت، أنا إيدي، إيدي بتاكني، إيدي بتاكني، إيدي بتاكني، عارفة لو كلمة تاني، هبعت أجيب لك البوشي جارس من تحدي يخرشموكي، يخرشمو مين؟ زودتيها فاكرة، فاكرة يا بيت، يا عرّة الإعلام، أنا عرّة الإعلام يا عرّة الشرطة، إلا ما حد افتكرك حتى بنابلة في عيد الشرطة، أنا يا شاوش من غير شريطة، أنا يا موزيعة قاعدة من غير ميكروفوني، يا ناس حرم عليكو بقى كفاية، هو أحنا جايبينكو عشان تحلوا المشكلة ولا عشان تقعدوا تتخنوا، دي عيشة بقى التأثر العمر؟ قل يا دودو، مفيش كده حاجة جايلك في السكرة حبيبي؟ لا، مفيش حد في المستشفى قال إن فيه طرد جايلي، طرد يا لهو ده مش فهم، لا يا حبيبي قصدي يعني مفيش بشاير حملة على أمراتك؟ آه، لا يا ماما يعني إحنا مأجلين لموضوع ده مأجلين؟ مين اللي مأجلين إن شاء الله؟ إنت ولا هيا؟ هو يعني في الحقيقة شرف مش حابة تخلف دلوقتي وإنت موافقة على الكلام ده؟ أنا مش فرقة معايا يا ماما، لكن فرقة معايا يا محمود؟ والله، عايز أشوف عيالك، عايز أخدهم في حضني، في إيه؟ وبعدين عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا يا حبيبي، اوعى تسمح لها تاخد أي موانع حمل قبل ما تجيب البكري عارف لو عملت كده، أمرها ما هتخلف على فكرة بقى كلام حضرتك ده مش علمي خالص؟ علمي ولا علمك؟ إش فهمك إنت في كلام الستات ده؟ إنت يدوب بس الدكتور على عيني وعلى راسي، ما مش عايز أتخلف قال؟ ودي فكرتها إن شاء الله؟ ولا فكرة حضرت الرائد ما ميتها؟ عميد يا ماما عميد، ثم إيه كلام اللي حليك بتقولي ده؟ يا حبيبي صدقني ما تبقاش صيب كده مع كل الناس مادام هي عايزة تأجل الحمل يبقى في حاجة في دماغها وبكرة تعرف إن الموضوع في إنا عليك خاليتي في موضوع وفي إنا، إنت يا ماما؟ تعرفني بقى لما تيجي تسيبك ولا؟ ولا مامتها تخليها تسيبك ساعتها ما يبقاش في مشاكل أنا شعرفني حضرت الملازم مامتها دي بتفكر إزاي؟ عميد، وكانت هتبقى لوة لوة؟ ليه؟ أي حد كده بياخد لوة؟ لوة؟ دي بتكتير أرض اللوة، يا باي مرام انتصار؟ ها؟ الأستاذ حمدان أصدر برا وعايزة يقابل حضرتك وصل، خليه تفضل تحت عميد، هكذا أستاذ حمدان؟ أهلاً، 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 ما سهلاً؟ يا مسائل، خيرات على ست الأعلام العربية، أميرة الإقلوب يا خبرة، بيدة كلام كبير قوي، علي، تفضل حضرتك، شرفتنا، أهلاً، ما سهلاً أهلاً، أهلاً، نورتنا الله يخليك الحقيقة أنا بعتبر يعني حب الناس والجمهور، يعني نعمة كبيرة كده ربنا بيديها للواحد والله إحنا في دار الحقيقة، وهذه الحقيقة أنا ما بعرف أجامل أحد أشكرك جداً على كلام الحلو ده وأنا اليوم موجود هون كواسيط خير، في موضوع هيفيدك كتير كواسيط خير؟ خير أكيد خير، والله أنا معي مستثمرين أجانب مهمين كتير، بدهم نعملوا معك شراكة ويخلوا عندك بدل القناة مجموعة قنوات قنوات مشفارة على ديكودر، قنوات مفتوحة، قنوات متخصصة بـ 200 مليون دولار كم؟ أنا مش عارفة أنت ليه بتفتح موضوع الحملة ده تاني؟ واحنا مش كنا اتفقنا قبل الجواز؟ يا شرف يا حبيبتي، الظروف بتتغير بتتغير؟ طب هو إيه اللي تغير؟ منطق، عندها أمل كبير قوي إن إحنا نتطلق، وما فيش حاجة هتهديها غير اللي إحنا نخلف إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وهي عايزة أني نسيب بعض ليه؟ أنت عارف كويس قوي إن هي بتحبك أنت أكتر واحد كلام ده كان زمان، أنا مش بحقد على كريم ولا حاجة، بس هو دلوقتي الفرقة بكشكة عندها، أنا ما عرفش طعمت ليه ضغيرات من ناحيتي كريم؟ هو كريم فين أساس؟ يا ستي قبل ما يسافر، ثم أنا عايزة أعرف، أنت يا حبيبتي مش عايزة تخليف مني ليه؟ ما أنا قلت لك قبل كده؟ نفس الكلام برضو، عشان ننبسط ونعيش حياتنا، أولاً إحنا مش بننبسط، سنين مش بنعيش حياتنا، ثالثاً كل يوم لما بخرج من أمارة، منطق بتقولي فإنت صحة خروق محمود ما فيش محمود؟ أنا طبعاً هوادي لأود المحامين بتوعي إروها، بس أنا على حسب فهمي بقانون ضعيف شوية، شايفة إن حق الإدارة مكتوب ليهم، وأنا الحقيقة ما ينفعش أبداً أشتغل في محطة، ما يكونش ليا فيها كلمة الأولى والأخيرة شوفي أنت وما بتريدي مادام انتصار؟ طبعاً أنا عايزة حق الإدارة الكلية صعب كتير كتير، رأس مالهم عالي وكبير كتير، لكن ممكن عناها هم أن يبقى في شراكة بينك وبينهم في الإدارة طيب، في نقطة تانية أنا شايفة أنهم عايزين هم اللي يختاروا البرامج والمقدمين بتوع البرامج، وأنا ما ينفعش أبداً أشتغل محدة، أنا ما عارفوش، ما عارفش كفاقته إيه، ما عارفش أفكاره إيه، وما عارفش برضو اتجاهاته السياسية إيه، ممكن تبقى غير سياسة المحدة ولو أنت سارعانم، ما تطلب المستحيل، دولة ناس دفعين مصاري، وأنت عايزة تخليهم ما يسوي شيء، لكن ممكن يبقى في حلول وسطية بينك وبينهم تبقى إيه يعني الحلول الوسطية دي؟ تفضلي يا تنت تفضلي يا تنت واللهي، آه ده مش طبيعي بقى مش من هنا، ده ما من الشارع، صح؟ مش مهم، إيه الحكاية يا شرف، مش عايزة تخلي في لي يا حبيبتي، مش عايزة تبيقوم ولا إيه؟ لا يا تنت، أكيد نفسي يعني، بس إحنا لسه صغيرين، والعياة المسئولية كبيرة، وأكيد يعني لو خلفنا مش هنعرف نروح ولا نيجي مين اللي قال يا حبيبتي؟ خلف إنت بس وملكيش دعوة، لما تبقوا عايزين تخرجوا إديني خبر، هو أنا في ديك الساعة لما قاعد مع أحافيدي أهو يا ستي، ماما حلتها، خلف إنتي وملكيش دعوة معلش يا جماعة، سيبوني براحتي، وبعدين موضوع الخلفة ده، لو الواحدة لي مش مهيئة نفسياً يعني ما بيمشيش مهيئة نفسياً، إنت حتلعب الترجي، ما تقتصي وقل إنت مش عايزة تخلي في لأ، أوقع تعمل كده يا محمود، أوقع تعمل كده يا ماما الأداء الأوفر ده مش إنت حتمدي إيدك وتقطعه ولا إيه؟ قطعني يا ماما، إيه كنا ما ده يا ماما لا يا حبيبي إحدى، شفت؟ شفت عينك عملت إزاي؟ في مليون ألف طريقة نحل بيها مشاكلنا، إلا تضربه وكلام الفارغ ده إيه أعجبها مش عراحة، لا 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 لا، قاعد قاعد يا ماما قاعد، إنت بشايفة كلام المستفز اللي بتقوله أنا كلامي مستفز ولا إنت اللي بترجع في كلامك؟ أنا عايل بقى وبرجع في كلامي وكلامي هو اللي حيمشي إيه ده إيه ده؟ إيه زي إيه ده؟ ستوب أنا مش محذراكم محدش يعلو صوته عندي؟ أنا بيجيلي كرش تنفس من الصوت الأهلا؟ ماما سعاد، ما كنتش عارف ان انت هنا؟ فيه يا نور، هو فيه يا نور هو أنت كل ما هتسمعي صوت تروح يدبا مفتاح في الباب ودخله؟ آه يا ست سعاد، مفيش حد يزعق في البيت ده غيري أنا واللي حسه يعلى بديله بالبوكس في منخيره وبالمرة أتطمن على بنتي بنتك مع جوزها يا حبيبتي، مش مع حد غريب، هيعمل لها إيه يعني؟ لا لا لا، هو ما يقدرش يعمل لها حاجة، أنا مكهربة بناتي واللي يقرب منهم ولا يلمسهم، بينشف على طول إيه يا أستاذ يا دكتور؟ عايز حاجة؟ على فكرة الدكتور يقدر يعمل، بس هو بيحترم بنتك وبيراعة ربنا بس ونعمة بالله يا دكتور ونعمة بالله، بس هي إيه المشكلة؟ المشكلة إن بنت حضرتك مش عايزة تخلف، يرديكي الكلام ده حضرتك؟ لا مايرضينيش، بس يمكن مش مجهزة لبسة يعني للحمل والولادة، وأنا متهيق لي يا حكيم الصحة أنت اتفقتوا قبل الجواز إنها ما تخلفش دلوقتي لا ما كانش اتفاق يا حبابتي، ده كان طلب من شرف، ودلوقتي خلاص ابني غير رأيه لا لا لا، وغيرتي رأيك لي يا دكتور؟ عشان هو حر يعني إيه هو حر؟ يعني أنت حتشاركيه يخلف ما يخلفش، دي حاجة راجع له هو الوحده وهو يختي مش متجوز أرنبا، يعني مش مكان التفريج أنت إيه اللي دخلت في الموضوع أصلا؟ لا ده لا داخل والداخل والداخل يا جلال حباب عليكم مش كادا، مش كادا، مش كادا، مش كادا يا أهرة تعب، إيه وقت تعابي قدامي، حد يتعب بنتي، ادخل، ادخل إنتي لأ كلك جانبي، خلك نعم يا أخويا، أوعي يا محمود، أوعي يا حبيبي، نعمين يا حبابتي لا نعمين وثلاثة يا أختي، بنتي قطعت الخلفة بسببك شكلها عطع من الأول، لا بعد الشر بعد الشر دي أمر إيه الأخبار عندك؟ إيه الأخبار هيلة، والخطة نكحة بنجاح ساحق رائع والله أنا فخورة بيكي أنا مفخرة، أنا مفخرة للشعب المصري كله طيب طمنون يا جماعة، يعني هي دلوقتي ملهية في المشاكل اللي حواليها، وما بتنكدش على أولادكم ولا تديقهم كل يوم مشكلة بتعمل كده طيب، إنتوا كده يا جماعة يعني مش عاملين مشاكل لعيالكم ومنكدين عليهم أيوة أيوة، بس إحنا برضو نجحنا إن إحنا حولناها من الهجوم إلى الدفاع عن النفس، صدقيني هي هتتهد بعد شوية بس برضو لوزة عندها حق، ما إحنا لسه أولادنا برضو في مشاكل؟ معلش، اتطمني، هي بعد كده هتبتجي هي اللي تحاول تحل المشاكل، وتهدي الجو، وتفضل بقى تلف حواليه نفسها زي ما إحنا كنا بنلف قبل ما نحط الخطة ربنا يسطر عليك يا ابني ويجيبك بالسلام، ما تستلمكش كده من أنت على الباب واتطلع عينك، ما أنا عرفاها لما تبقى فاضية بتقعد تعمل مشاكل حواليه نفسها كده، من غير سابق أنا خلاصة أنت، قررت مش عقود هنا ولا لحظة واحدة؟ المركب اللي تودي، وكابتن أحسيس مش عايز يقعد هنا ليه؟ في براغيت؟ ولا جالك تسلخات في أحبالك الصوتية؟ لأ عشان أنا خدت قرار أخد مراتي يا إما هقعد في قتيل يا هقجر لنا شقة وغلوة أمك عندي، لو رجلك عتبت برة المزرعة هخليك تغني بلغة الإشارة، خروج من هنا نهيه، ما هو أصلي كمان يا ماما العيشة صعبة هنا قوي، وبعدين حضرتك ما تعرفيش إلا حصل من كام يوم، في حرامي نطع لنا هنا في العزبة إيه؟ حرامي نطع لنا في العزبة حرامي؟ ده أكيد حرامي مبتدئ، ما يعرفش إني دي مزرعة العميد نور، إزاي الكلام ده؟ يعني أنا بقول لحضرتك كنا هنتقاتل، تقولي للحرامي مبتدئ؟ وسن أحاسيس كان فين لما الحرامي نت، كان بيزغت البت؟ لا أنا كنت نايم، وبعدين أنا فنان، ما ليش تعامل مع الحرامي والمجرمين ليه يا سوبرمان؟ ما قفاشتش الحرامي ليه؟ خفتي يجرح مشاعرك؟ تقول ليش يا حبيبتي، هزود لك الحراسة وإحنا بقول لحضرتك كده عشان تزود لنا الحراسة، إحنا عايزين نطعش من هنا بقى شد أجزائك وتكلم معي يا ميري، بنتي مش هتخرب من هنا غيرا ما تولد أنا مش هغامر بصمعة بنتي، إنت فهم؟ زكريا أيوة يا زكريا، نزل الشوال هنا، نزله هنا بالراحة بالراحة أيوة، يلا، يلا نصرف عينكم فتحها بسرعة إيه ده يا مام؟ زيارة، طلبت من زكريا شوال رز وشوال عدس، خلطهم على بعض، قلت جبها لكم تتسلوا كابتن أحاسيس، عايزك تنقلي بقى الرز لوحده والعدس لوحده أنا خارجة ساعة وأرجع لقيك خلصت مع السلامة يا مامي مع السلامة ما أنا حجن، أنا كريم ناصف، أطلع عدس من الرز هزولت ما أنا هنقل معك يا حبيبي والنبي شكلاعة تفتح معين اللي كشر من ورانا دعا الصحبة يا للاللي يا ملتع الصحبة يا للاللي منورين في القعدة تملي يا صحبة جيّة هي يا للاللي عايزين شوية هي يا للاللي حاجة من اللي هي هي يا للاللي حبيت قهطة على عينة على ليلي على ترالاللي آه، آه يا قلبي الواد كريم وحشني قوي ما أنا والله يا لوزة بس بني وبينك صعبان علي منه بوته يعني ما يسألش علينا حتى بتلفون معلش يا موسعد ماهو برضو يعني معزور قاعد في بلاد بعيدة قوي وهو بقى فيك كلام دا دلوقتي يا خالتي دا لو في آخر بلاد المسلمين هيكلمنا كل ديئة من المحمول وهي يعني ستة أمانة ما بتكلمشوا معها كل لحظة كل ديئة نتلاقيها بتكلمها كل يوم كل ثانية لكن ابني أنا لا يتخدوا يتقفل عليه كده أنا بكرة الصبح هروح لتنشبك في قلبها اللي اسمها نور دي حما تبني جتعامة لازم تديني ابنت لفول ابني عشان أكلمه هم إيه فاكين خدوا الولاد شفتوه؟ أنا بفك راجي معاك لا رايح انت إحنا اتنين حموات مننا البعضينا ايه الحائيني الحائيني يست المأمور الحائيني ستر يعتدال زيارة نص الليل معناها حاجة متنين يا مصيبة نايبة وملمح وشك بتقول مصيبة محشية نوايب مصيبة مصيبة يا ستر كل مصيبة يا ستر ياربي فيه ايه؟ أصلاً بسادة ما اشتغلت عنده الدكتور محمود في المستشفى وانحاس ان في حاجة غريبة بتحصل لكن ما كنتش اعرف ايه هي عشان اجا قولي انتقي انتقي قلبي وقيق فكلياتي الدكتور محمود بيتجر في الأعضاء البشرية إيه ده؟ بدولي إيه؟ أنت متأكدة من الكلام اللي بدولي ده؟ طبعاً متأكدة وان حاجة أقول لي كلا لما أتأكد أصلاً من ساعة ما وسبت الشفت بتاع بالليل وأنا حاسة أنه في حاجات غريبة بتحصل في المستشفى لغاية ما رائبتهم ولقيت واحد من التكاترة بيوزح فلوس كتير قوي على الممرضين وعالمساعدين وبيقول لهم إيه؟ الدكتور محمود بقيت لكم نصبكم من العملية الجديدة شغل أصابات يا ست الكل طب ما يمكن عادي يا ولية أتعب عملية عملوها؟ لا ما أنا قعدت أدحلي بوحدة ممرضة في الكلام لغاية ما عرفت إنها زرع كلا وقالت لي كمان لو لقيت متبرع هيبقى لك الحلاوة طب أقول لك إيه؟ نعم ولي لهم أنا لقيت المتبرع أنا دلوقتي بسأل فين الفلوس بتاع الوكالة الإعلانية؟ هرب؟ لندن؟ أهو كل واحد ياخد قرشين ويسافر يطفق يعني أنا عامليه دلوقتي يعني أنا أسافر لندن أحصل فلوس المحطة من هناك؟ لا 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 ماشي أنا هتصرف أوكي مامي يا روح قلبي مامي الحمد لله السلامة يا عروسي يا حبيبية قلبي ماما الحمد لله السلامة يا بلومت يا حلوة يفتجمي خس حبيبتي خس ماما حبيبية قلبي إيه ما وحشتكيش أنا آآ 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 نزك يا براهي إيه يا أخي اوع من طريقي أنا وبنتي تعال يا روح ماما آآ يا حبيبتي ارتاح يا حبيبتي والله يا مادام انتصار الرحلة دي كانت نقصة كيفوسح وخروجت كانت عيزاكي ممممممممممممم كلو من فلوسي إيه إيه لا يحقق معقولك أبقى يعني زي العزول عقلة كده في الزور مش معقول مادام انت صار قوعة تقولي كده ده انت كنت هتنورينا يا مامي والله احنا اول ما وصلنا حطينا الشنط وقلنا اول حاجة هنعملها انا وابراهيم ان احنا نيجي نشوف حضرتك يا حبيبة قلب امك وحشتيني وحشتيني وسيادتك بقى ناوي تنزل الشغل امتى ولا هتقضيها شهر عسل العمر كله لا انا كده زي العسل انا عندي باور يكسر المحط جواز حلو والله وننصر خلاص تلم معك كده قليلي الادم دي بنتي ها يعني المهم هتنزل الشغل امتى بكرة طيب ماشي وعرستنا الحلوة ناوي تنزل امتى معينا المحط اهو بقى بصي ملكيش حجة جوزك ومامتك لو عايزاني اعمل برنامج لباباكي اعمل له طب بليس يا مامي خلي كل حاجة زي ما هي وبعدين انا متطمن عليكي وانا ابراهيم واحد طالما هو جنبك انا متطمن عليكي كد كل بلا شكلكم سعدة اهلا انا مناسب اهلا احمد تسالي ده ايه المفاجأة الحلوة دي الحمد والله يا حبيبتي نقول تا اطل عليك واشوفك استني 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 في ايه 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 انا كويسة خالص انت عايز حاجة انا كلية كلية طلب صغير عندك تعالي بس احكلك واقولك تعال انت بس اصل النور مقطوع عندك ايه حد تقافةش عندك من الفرقة عايزة زيارة عندي في السجن تحت امرك وامورين انا انا بصراحة كريم وحشني قوي ما انت عارفة أحد سيز بيغني في اليابان واليابانيين ودنهم قد كده دي فيعيني صوته تنبح عم السمعين صوته تعب خلاص طب هي اليابان دي بعيدة لا مش بعيدة ولا حاجة انت عايزة تسافري سافري مع اول طيارة يا حبيبتي مع السنة مان عايزة تسافر ليل ونهار واتمنى سافر بس المشكلة اني ياريتكو تقدر انا بصراحة يعني نفسي اسمع صوته هي اختي بيتك ما بتكلمكيش تطمني عليها وتطمن عليكو تعود واتودوا مع بعديكو والله يا تسالم قضيان هرسيل بس انا باحلم بيها كتير عارفة انت هول قوضة وخلي نهوان دي يبعد كده وتغطي ونابي وانتي تحلمي بيه ما انا باحلم بيه ليلنهار ليلنهار باحلم بيه اما انا ايه اللي جابني بقولك يا حبيبتي انا عايزة نمي التليفون لابني ابني مش معقول مدة دي كلها في اليابان ومعهوش خط ياباني فاتورة اديلي التليفون حاضر حاضر اصلهم بيتكلموا من التليفون ابو عملة اللي عنده مطلع الكبري التليفون كده بتاع السياح يجيبوا كارتة يتكلموا بيه وبعدين يرموه اخصى عليك يا كريم هنتعليك امك ده انتوحشني قوي عيل اه مش متربي هتقولي لي ما عندوش اصل ايوة يا قسي تانا عندو اصل يا حبيبتي قبل ما يتجوز بيتك بعد ما اتجوزها ايه اللي جراله ما عرفش بس عرفي ويفهم انت وبيتك انها مهما لفت وضارت الودي يلف ويدور و ايه في الاخ يرجع فين لحوض نمو باطمو طب يا باطمو مع السلامة يا اختي مع السلامة مع السلامة ايوة يا انتصار انا نبوية التمساح حديتك بقى بتسلي ولا بتحزري سديني انتصار انا نبوية التمساح ايوة يا نبوية عايزة ايه انت ليه حطاني في دماغك كده ابعادي عني انتصار احسن لك لا انا مش هبعد عنك هو انت اللي بتعمليه فينا ده شوية انت مبهدلان وعملت موتي في ناس وعملت خريبي في البلد كل يوم وانت تعرف في ايه عن الاسباب اللي عندي اللي بتخليني عمل كده ايا كانت الاسباب ده ما يهمنيش انا يهمني الناس اللي بتموت دي الضحايا اللي ملهاش الزنب في اي حاجة انت بتعملي كده ليه؟ سماعي انا مش عايزة كلام كتير انت لكي ولاد وانا عارفة انك بتحبيهم قوي ما تخلينيش اخليك انت ترحمي عليهم ايوة يا تفتكري انك ممكن تمسي شعرة منهم عارفة ليه؟ لانك قريب قوي هتبقي في السجن كويس سجلت منورة يا مام نورك فضل الشاي بتاع حضرتك شكرا فين جوزك؟ ابو السود رقيق وصغير جوه حضرتك عايزة؟ ياريت كابتن احسيس هندهولك وحاشني قوي كريم كريم ايه؟ تعال يا مام عايزاك عايزي ما عرفش اطلع بصوتك اهلا اهلا يا حماتي ايه حماتي دي؟ ببيع فلايات قدامك اسمها تانت تانت حاضري يا تانت امسك ايه ده جابيري موبايل يا حماتي؟ ايه برضو حماتي قلتلك تانت ايوة عشان تكلم مامك لوزة مادام تسالي ايه ده يا ماما؟ هيش تكتلك من حاجة ولا ايه؟ تخيل الكابتن من يوم ما جيه هنا؟ ماداش مزد لامه في كل العبر وكمان عاق على اهله مش انتي محرجة علينا ما نكلمش حد وجايباننا موبايل نكلم فيه الغفير بس قديني جيبتلك موبايل على الساتالايت تكلم والدتك يزهل لها مكالمة دولية تقول لها انا في اليابان يا امه بس ربنا يسطر ما تطلبش سجد بالكهرباء ساتالايت مرة واحدة؟ ده انت حريصة ايوة يا حماتي؟ وانا لو حريصة كنت عملت فيا كده الدنيا يا ابني عاملة زي شريط الكاسد لازم تخلي بالك لتسف منك ادخل سف جوه يلا ابعد عننا حاضر حاضر كابتن احاسيس يا بسوط رعيق وصغير تعالى عندي مكافأة ليك الفن وحشك صح؟ الفن حرية يا وات في بيت مسجونة عندي بتكتب اغاني انما ايه عجبتني سمعت مطلحها انبهرت بيت تسمعها بندق لو دورت هتلاقيها قريبة امك لوزة خد لحلها الاغنية دي ينوبك سوي خد يلا لح سمعني سمعني يا حبيبي يا حبيبي ايه؟ تعرفش تقرأ كمان؟ يا حبيبي انا دلوعة وفي حبك انا ملسوعة بتخني كل يوم والحكاية دي مش مبلوعة الله جميلة حلوة قوي يا مام خد لحن يلا بس تكلم ممك الاول عشان تاخد منها الالهام يلا اللي يا فعلا مش مبلوعة بيعرف يلحن الكلام الحلو ده ايوة يا مام ما تخفيش ده باسم اللي ما شاء الله عليه عمل حاجات اصعب من كده بكتير عموما انت حواكتيني اللي بيسوى واللي ما يسواش اسمعي انا مش عايزة كلام كتير انت لكي ولاد وانا عارفة انك بتحبيه وماوي ما تخلينيش اخليكي تترحمي عليها وده كان جزء من تهديد نبوية تمساح ليا وده اول ظهور لصوتها انا بقى طالب الشرطة سرعة تحليل صوت نبوية تمساح والقبض عليها لخطورتها الشديدة على المجتمع لكن بالنسبالي انا انا لا اهدد اطلاقا الله هو الحامي والشعب المصر هيحميني انا ولادي انا متأكدة ان انا ولادي انا بقى في خير وفي امان انساء الله ايه فيلي يا بنتي فيلي فيلي ايه الكلام ده كلام يا عاكنن ايه ده امك عاملة فيها ايه جفارة وعايزة تهد علينا العمارة تعرض حياتك وحيات بنتي للخطر يا طانت ما اعتقدش انها بعد ما زاعت تهديد نبوية لها على الملأ النبوية تقدر تنفس تهديدها بالعكس انا شايف بقى ان دي كانت اسلم طريقة لحميتنا كلنا صح يا عامر هي فضحيتها قدام الرأي العام فصعب انها تتعرض لعمر اولها ياه انا بتهيال ان الدخلية مش هتسكت اكيد هتحدد حراسة لعمر وعدالة وهيه انا بصراحة يا مام تاديت اخاف قوي من الموضوع ده ايه تخافي دي وانا موجود ما تقوليش الكلمة دي تاني انا رجلي على رجلك في كل حتة روحية رجلين في جسمة واحدة اهلان اول موضوع جي فوق دماغي بقىك قال حاجة يا ريسيبشن لا يا طانت مفيش حاجة انا بس كنت بقول اسلم حاجة لعدالة انها تقعد بقى من الشغل تاني يا عامر تاني مصمم تفتح الموضوع ده قدام ماما بد ازاي تعالي صوتك على جوزك انا علمتك كده هاي هاي جريالة ماما هي امك تعمل الكمين وانت تلم البطايق انت بصدرني ليه حاضري يا فندم هبلغ معليه مع السلامة هاي هني قدرت توصل لحاجة؟ بصراحة فندم احنا مشاددين الرقاب على عميد نور بس الغاية دلوقتي مش قادرين نوصل لحاجة ما انا قلتلك من الاول صعب اللي في دماغك ده يكون حقيقي بس حضرتك شفت اللي عملته انتصار نسبتها في التلفزيون دي كانت مفاجأة الست دي اعلامية ممتازة بس تصرر زي ده فندم بيرجع شككني تاني في العميد نور قصدك ايه هاني؟ قصد ان صلة النسب اللي بين نور وانتصار والمعلومات المهمة اللي وصل لها هما الاثنين برضو حاجة تشكك يعني تفتكر لو نور هي نبوية هتروح تقول انتصار يا حضرت الزابط ممكن تكون بتسرب لها معلومات هتستفيد ايه؟ ممكن تكون المعلومات دي مضللة لا 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 انت مخك رحلة بعيدة قوي مهم دلوقتي احنا عايزين نحط احراسة مشددة جدا على انتصار ولادها من غير ما يحسوا لان اي محاولة لاغتيالهم هتوصلنا النبوية التمساح تمام يا فنن يا شرف يا محمود يا كتكيت شرف يا حد هنا يا محمود فيش حد هنا احسن استغنى عشاء بالله فيش حد يا محمود يا محمود أنا محمود يا محمود يا محمود أحرامي أعضاء بشرية ما خبي ايه؟ من كرياس ولا كيا ولا نقس شوف قلبي أخبارها اه يا قلبي متوتر أكيد قلبي مش وقت يا محمود هتلاقيه سرق اللوز من البيت طيب يا حرامي الأعضاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من أشرف مش هين رأى حماتي يعني أنا قاعد مبسوط وراجع مزاجي رائع ليه السيرة اللي اتعاكنن دي؟ يعني افتكنلنا حاجة عادلة يا ماما اه طبعا افتكنلنا حاجة عادلة دي ست فزيعة دي راهي راهي دي لاتو طاق دي دي ياله رب يد تصدق من كام يوم ركنت العربية تحت البيت هنا صف تاني بنزل حاجة ساحبت من الرخش وكلباشت العربية اول الله العظيم ست فزيعة دي لاتو طاق بالمرة اه يعني موضوع الخلفة ده صبوري علاية في شوية انا بحاول واحدة واحدة مع شرف اللي اقناحها حتى فكرت ان انا اخد شقة بعيدة عن هنا وضبها من غير ما هيتعرف بس خائف تزهل ايجي عندك يا ماما انا نقس يا ماما يا ست الست الاسمها نور دي لو عارفت تحب اهدلها الدنيا وانت عارفها يا ست بجنونة مش عايز اغلط فيها ماشي يا الله بس قفلي كده وكله هيتحل ان شاء الله دايلة ماشي حاببتي بوح يا رب خلصني من الست الاسمها نور دي على خير يا رب يا رب دي الست فزيعة يا رب يا رب ارحمني منها يا رب دي مش حمة دي وبا نور حافي ده انا هديك ألم على قفاك شفاف بس مش وقته احرامي 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 الأعضاء البشرية انا هقطع صوابعك ان شاء الله وديهم هداية اسكرية موسيقى 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 قائيوب تلاص بالجواء ايه يا نص في ايه العكيد محمد فرغالي عايز يقابل حضرتك وده جاي كده من غير معد مش عارف يا فرغال ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا أستاذ ما يصحش كده لو سمحت بصير خير يا مدام انتصار عكيد محمد فرغالي كنت عايز حضرتك فيدياتي اللي سبعة ايه طب اتفضل اتفضل شوك تروح انتي يا رشد التسليلي بالمحامي بتاع احتياطي تحت عملك يا فنمي نورت يا فنمي مسي يا فنمي خير يا جميل مش ناوي بقى توافق كده وتنفذ النفس فيه ايه يا محمود هو انت مصر كل ما تلاقيين قاعدين مبسوطين تعاكنين علي عاكنين عليك ايه يا محمود ايه الحكاية هو انت ليه مصر كده تقلب الموضوع لصالحك انت عارف كويس قوي ان انا نفس اخلف منك بس انا قيلة لكنه مش دلوقتي ايه انا نفسي افهم ايه الفارمة بين دلوقتي وبعدين تاني تاني يا محمود هو انت كل ما ترجع من عند حماتي لازم تعاكنين علي قصدك ايه بقى ان شاء الله اه لا بص يا هن انا مفيش مخلوق في الدنيا لو بيأثر علي ولا على قراراتي ما هو واضح ما تبطلل السلوب المستفز بتاع حماتي ده كمان بتجيب سرة ممتي كمان انت فاني عندك حق انا فاني عشت ده اطاق وبعاكنين عليكي وانا انا لازم عاقب نفسي انا حاقب نفسي يا ريت عاقب نفسك عاقب نفسي بات النهاردة لوحدك بقى خليك كيرنا نحن في اي حتة في الشقة نفسي افهم ميبي ميديك فيه وانا برضو كنت شك قلت اكيد ازار ده وراه مصيبة ما هو على رأي المسلة مادم انتصار الحد دايما بتحدفش كتاكيت وراجل زي ده مش هيدفع مليار جنيه اللي ازا كان وراه غرض وللأسف غرض دنيئ وبعدين بقى حضرتك ما شكتيش ولولا لحظة واحدة في الفنوس دي كلها ان ممكن تكون ممولة من الخارج والله هم عارضوا علي كنت انا فامسل حاجة الكاش عشان ظروف المحطة حضرتك قلت عشان لعلانات بي قال لا مزبوط هو حدك عرفت من اي ما هم دول بقى الجماعة اللي وراه سحب المعلنين الغير مصريين لحملتهم العلانية كوسيلة للضغط عليك قال لا يبقى المجير اللي عندي بقى كان عنده حق لما قالي انه هو حاسس بمؤامرة واضح ان الراجل ده زكي قوي ايه وعد فراتي فيه مدام انتصار طب وبعدين ايه الحل هنتصرفي ازاي دلوقت؟ هقولك الحل ايه وتتصرفي ازاي والحمد لله ان احنا جينا في الوقت المناسب قبل ما الفاس توقع في الرأس مدام عدالة مدام عدالة تسمعي حضرتك اقصالك يا فندم ربناي خليك والله انا حاخد تاكسي من هنا قريب لا يا فندم تاكسي ايه ما يصحش طبعا وبعدين دي اقل حاجة ممكن نقدمها لحضرتك اتفضل يا فندم اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل يا فندم ايه ده ستة هاني نزيلي نزيلي ايه ده عامر عامر نزيلي تاقي اللي جابك هنا مين اللي انت رجبه معا ده فيه ايه ده مدير القتل حيوصلني لحد البيت طب يلا قدامي فيه يا استاس فيه بعد ايزنك خليك في حالة راح يا عامر الناس حوالينا ايه ده بتنتكلم فيه امشي اه هي كلمة واحدة يا عدالة مفيش غيرها مفيش شغل تاني بعد النهاردة يعني مفيش شغل وانا ما قدرش اقعد في البيت يا عامر هطاقة همود وانا ما عندش كلام تاني يا عدالة اه اه ما تهدى يا ريسبشن كده باحبح اخلاقك يعني ايه الكلام يا ابني اخد وعطى يعني هو انت الوحيد اللي هتجيب جون ده العصر ده بتاع اللعب الجماعي يا حبيبي لعب الجماعي ايه عايز انا اشوف واحد غريب بيوصلها وتقول لي لعب جماعي وعايز انا اسكت لا 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 مين قال كده لا 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 انت عداك العيب وازح انا بنتي الغلط راكبها من مشت رجليها لغاية رموش عينيها بس يعني عايزك كده تبقى جنتك وعلى فكرة الجنتلة مرجلة اعتبارها يا اخي رجب التاكس الله والتاكس هيبقى تسوى ايه راجل وبعد ان انت عارف اخلاق بنتي اخلاق بنتك اخلاق اه ما انا عارف واحد غريب بيوصلها وبيتقول لي اخلاق لا عندك اه يا رجلي الاملاح دي بقولك ايه انا بناتي متربيين احسن تربيا وكلمة تانية لسانية هيتحول لمنصة اطلاق سواريق والله انا اللي عندي قلته وبنتك عندك وهي حرة يلا امر انت رايح فيه ياشي خاق عودي بقى دي بقى تعيش هتعثر العمر يا عمر سلال بس يا عمر يا عمر يا عمر تعالي هنا يا بيت تعالي اهدي هتقولي يا عمر ايه عمر ديابي اختي هتعملي للقلحة ساعي هيعود يتنطط يتنطط ويفتكر نفسك وصدرة هيروح فين؟ هيروح لامه وامه بتتغدى عالفضايا انتصار اليوم مقسى تبني مع بنت العميدة نور ارجوك امو ما تخلوش يخلي ناسي بشغلي انت تخراسي خالص تتجننت يا بيت؟ تتجننتي؟ انت تركبي مع واحد غريب ده انت لما ركبت مع المحروس اللي بقى جوزك حبستك حبس انفرادي والله انا ربتك على كده يا بيت لا يا عمر والله انا ملحق نش تركب معي هو مقالين هواتي معي ولا معي انا مع الحق اي يا اختي انا مع الحق انا ربتكو على كده انا مردتش هزائك قدامه عشان ما يتنططش عليكي عارفة لو كررتيها تاني لو كررتيها تاني هخليكي تعرجي وانت نايمة وهبططتك كده هبططتك كده يا مابا استنى معي الصوت ها يلا تستي تستي حاضر يا مابا верه هالو حالو هالو هالو هلو بزاكي حبيبتي وحشتيني هلو في الهام ولو زيوه هلو في الهام أنا في الشارع باكل سوشي شوشي؟ طب ومعصوفة الرعبة دي مش بتطبخ لك ليه؟ هي مش عارفة انك مش واخد على اكل برا؟ اه برا البيت اتكلموا ايه فوعي انت ايه علاة في ايدك وشبني برضو كريمة حبيبة قلبي اه بابا بزاكي حبيبي وحشت وحشتيني اياد والله انت مبسوط في اليابان ولا لا يا لا طب الحمد لله ايه؟ ايه؟ ما انا مسامحك يا حبيبي فيه حاجة جنبك في حاجة بتسلسع انت مرب حاجة في الشقة حبيبي انا اسف يا ابني انا اسف المدام اه ايوه يا بعد يا سيدي بقى احنا عندنا هنا سيامي بقولك ايه؟ كيمو؟ هقوله بقى خبتبالك انت هقوله تركزي معا هقوله بقى بقولك ايه؟ ما تنساش الالشي دي بتاعي اللي انا انتلك علي الجبول والتجاي الشي دي ايه بس يا باب حاضر حبيبي من عني يا جبول بص يا كيمو فيه بفرة باللي هي بتلزق السجارة الوحديها دي من غير ما تبين لها ببقك يعني هي بعروفة في اليابان هكي خمسمية منها انت عالسو يتمسك بالمطار دابنك دابنك ما تجبلوش يا حبيبي بفرة سيبو يلف يدوي اه دا جايب كارتنتين جوه كأن البفرة هتخلص من البلد سيباك منه اه يا حبيبي اه 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 كيمو والنبي حبيبي عندك وقت عندك وقت طب اه وصع كتب وصع اه فوتنا عايزة بس اسلم عليك يا حبيبي اه خد مشغول مشغول قلو؟ اي ويا يكريم خلي بالك من وحافظي عليه ما بيكونش حبيبتي من الشرعة بيأكل من البيت ده وحيد قلبي ووحيد عمري اه 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 تتة قولني حضرتك انا حامل انت ايه حامل حامل هتبقى جد يا موسعد والله اعمل حامل وحياه تبقى مزعي aranف عامده شكريك مبرون لأ تقضيت بس أنا مرح تبني في مصر ولا في اليادي أبنك لا أبنك أوليت في مصر آه عشان واد ما يعني ما تطلعش ضيقة آه حبيب طب هاتي إبني أبوه عايزي باركله آخد باركل ابنك ألف ألف مبروك يا كريم يا حبيب تخضيت والله احمد ربنا بقى وصلينه عشان ربنا يتحرك الباوك يا فيه كده وقول لها تخلي بقى لها وتحفز على الوادي اللي ببطناها أبوك تلع ليه لازمة اهو بقى آه طبعا هتجيب واضي أنا أو إحنا بنهزر طب يا حبيب قلب ربنا يزيد الكرم يا رب ماشي يا حبيب معال في السلامة حبيب قلب إنت أجيب هيا والستي اللي انت جايبها دي مضمونة؟ إلا مضمونة تنظمونها برقابتي ست غلبانة وصرفها وحشة ومحتاد القرش خلاص شوفي يوم كده تضبطي معيها تجيلي بالليل بس بعد الساعة واحدة ماشي هنعمل لها التحاليل ولو ترعد كوائس هنعمل عملاي من عناية بس ما تنسيش تزبطيني بقى حيني عمي عليك إذا أنا هزبطك إخر تصبيت يا جمالة يا جمالة ها 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 ه Barnab شفتي بقى شفتي بقى يا أمجة ده بيحبك قد ايه جالك كلامي حب ايه بس تفضل الشاي شرب يا حدتلكي السكرة تسلم ايديك ايه تسلم الشكرة ده حب الحب قال وانا في السن ده كل ما كلبك تقولي دي سن 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 ايه ده انت لسه لسه في عز شبابك هما الواحدة زي انا بقى تقول ايه ومع ذلك لو تقدم لي واحد وحبيني زي صاحبنا ده هتجوزه على طول ايه ده ايه بتبصيلي كده ليه بقى ده ايه يا ساميحة انت بتشيتي من ورايا ولا ايه وبعدين امجة ده يبقى حامى بنتي يا ستي وماله ده شيء كويس ايه المشكلة في كده بتشتغلي دكتورة ولا مقزون شرع يا حكايتك وليلي بقى الراجل ده بتستلطى فيه ولا لا هو الحقيقة يعني هو محاسس كده شوية بس زريف ومقدم وكيوت وبيعملني كويس هياختي خلاص اتكلي على الله خبرينا شو الأخبار ستنتصار لا الأخبار تمام الحمد لله يعني كده بنعتبر ان احنا سوينا كل نقطة الخلاف في العقد اه طبعا كله ان شاء الله متسوي اكيد اتفقنا خلاص بس هي فيه نقطة صغيرة قوي بس بره العقد ولو برا العايد في خلاف بدي أعرف شو هي الحقيقة نقطة الخلاف دي إن أنا مصرية ومصرية قوي وبنت البلد وبحبه وبموت في تراب البلد دي وأبوي الله يرحمه ما تفدى تراب البلد دي برضو الله يرحم أبوكي بس هذا إعلقته بالعايد هتعرف حالاً حضرتك إعلقته بالموضوع هاد لي أبن الباشا الأمور ده هو في إيه؟ في إيه؟ خليك معي أنا عقيد محمد فرغاني وبحثة من الدولة أهل وسهل فضل في إيه ستة الكل يلا غضوح ستة الكل يلا يا حلم بنشكر حضرتك أول على وطنيتك دي لا أفداً لا شكراً على واجب دي ألا حاجة أقدمها للمصر بس يا ربا زي موصد حضرتك مجيبيه سيرة في أي برنامج من برامجك على اللي حصل ده عشان دي قضية أمن قومي وممكن تعمل لنا مشاكل دبلوماسية إحنا في جنعاً لا طبعاً ولو إنه يعني صبق إعلامي بس زي بعضه عشان عيون مصر هضحي بيها برده أنا بأكد شكري لك يعني أنه حصل ده ويريت كل ناس تعمل زيك وتأثر مصالح الشخصية في حب مصر لا ده كلام فاضي يعني إيه يعني 200 مليون دولار لا لا في سبيل مصر طبعاً ولا حاجة إنت عارف حضرتك الدولار الضغطي بسبع وي يعني سبع وي في 200 مليون يعني مدام انتصار وشكوتي مص صاحبتك حتموت من ساعة ما شافيتك بتفتحي مصدع الميا المعدنية Toot't أحسن بجد قالتلك ايه ووووو وجدتلي هنا وهات يا زعي ويا صريخ كانتاي اللي عايزة تفتح المصنع بعينها دو أخرها تفتح بطيخة بس كده برض 텍رة برده يبقى أنا عندي حق في اللي أنا قولته لك عندك حق إزاي propulsion إذا كان مصنع مية عملة ألع أمان لو ارتبطنا ولا تجوزنا أكيد هتعمل المشاكل بقولك إيه إحنا نشتري دماغنا من انتصار دي تخبط راسها في الحياة لأ لأ أنت عارف انتصار هي دي إعلامية دي واحدة أعدى في بلكونة عمالة شرد للي رايح واللي جاي جرى إيه حضرت المأمورة خفتي منها ولا إيه أنا خفت منها هتسخني أمجد أروح على جاملها الميكروفون أنا خايفة على بنتي هي ما تقدرش تعمل أي حاجة للبنت وبعدين اللي بنا ده صداقة حرام تحكمي على علاقة بالإعدام يا حضرت المأمورة أنا من ساعة ما رجعت وأنا قاعد مع مهدين عمل أسمع التطورات اللي حصلت بينك وبالنبوية التمساح وأنت إيه رأيك يا إبراهيم أنا رأي أني ده في مصلحتك وفي مصلحت القناة لأن الست دي لو هم بيقولوا منها بالعقرية الفازة دي يبقى أكيد هتابد عنك ولولي فترة دا أنا مش فاهمة تقصد إيه مدى منتصار أنت قلبت الرأي العام عليها يا السلام لو هو أصلا كان الرأي العام بيحبها قوي وأنا قلبته عليها بصنا مدى منتصار مفيش حد مهما كان وحش الناس كلها بتجتمع على قروه يعني عندك هتلر هتلر مثلا فيه ناس لغاية دلوقتي برغم كل جرائم الحرب اللي عملها لسه بتحبه اللي أنا عايز أقوله أن أنت بينتيها بصورة تخلي الناس تكرهها قوي فهي لو فكرت تعملك أي حاجة اللي قدر الله يعني اللي قدر الله الناس كلها تكرهها أكتر وكتر طب يعني أنت شايف يعني اختطرة اللي جاية نعمل معها إيه والله أنا شايف أن احنا نكون رد فعل يعني نستنى ونشوف هي هتعمل إيه مش قل لي يا محمود حامتك ما هديتش كده عليك شوية وحلت عن دماغك يا بطر يا ماما وانا ابتدت أشك فيها أن هي بتقوي شرف الموضوع رفض الخلفة الله ما لولي يا رحباتي بتاخد فروس على إيه بقى بتقولي يا ماما بقولك يعني أن أنا مستغربة هي ستة دي محدش قادر عليها يعني ولا إيه والله العزيزي ما تعبتها يا ماما لأن حتى بدها تقتنع بالكامل بتقولي زمان من الستة دي هتخلي حياتي جحيم بعتشرة عليك يا دنايا بص يا حبيبي خلاص الفسوقة تفرس وتجوزته يعني الأمر واقع وليزم نتعامل معاه قل لما تخلفوا إن شاء الله عيالكو يتربوا معاك أنت ومهم فاهمني يا محمود قلني أسترى يا ماما الموريتك يا رحبات بتقولي يا ماما ها طب تسداي بقى أنا حروح أنط في كرش ستة لإسمها رحبات دي واخلص منها ليه بس يا سعاد هو إيه اللي ليه انتصار الله دي عمالة تسحب مننا فلوس بالقلوفات وما فيش أي حاجة بتحصر وفي الآخر القيمة دي كل واحدة فينا خاتم الهيبة ده خاتم الخيبة طب اسمعي بس إيه دي إحنا بس نروح لها ونحاول معها مرة تانية لو ما حلت لناش اللي إحنا عايزينه أهددها إن أنا أفضحها في القناة عندي لا يا حبيبتي قوعي تعملي كده أحسن تحطك في الناخ وصلط عليك الأسياد أسياد لو أنت صدقت بجد أنت عبيتها ولا إيه يا سعاد ده رزق الهيب لعالمجانين يا ماما سلام عليكم ناس البيت كيف أخباركم تمامين كويسين إزايك يا زول أهلا وسهلا رقمي مئتين وعشرة شكرا يا زول شكرا على دلقودة وآلا دلقودة صلوا عنا بلا يحسدوا منها على دلقودة وآلا دلقودة سلام عليكم يا ناس البيت كيف أخباركم كويسين الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله بخير إن شاء الله إن شاء الله شكلها مش غريب حسن لا شوفتها قبل كده مش فيها شبه من العميدة نور نفس فتحتين المنقير لا شكل عالي قصار يا مام شكرا شنو شنو بتقول إيه مينو عفريت دي عفريت رغبات دي ستواصل ستواصل أنا مش بخلف الحمد لله رجلي بعد ما مات أنا مش بخلف حياتي متعصفة إنتي عايزة تخليفي بعد ما رجلك مات آآ آآ لا عفريت عفريت حياتي متعصفة إيه دا إيه دا أنا شوفي إنتي إنتي شوفي أنا لا أنا ما شوفش إنتي إنتي سارة عبدالله مزيح كبير يا أهلا يا أهلا يا وزك أسلم عليها أبوض شبه 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 انصرفي آآ انصرفي من الشبه أربعين إنتوا طوأم أنا كمان ليه ثلاثة إخوات واحد أبيض واحد أسود واحد أبيض في أسود زي على أمي السوداد عرفة يا حبيبتي أنا روحت مرة من 12 سنة حيات فرح في الخرطوم وكان فرح إيه بتاع ناس كبرات بس عمري ما شوفت العينة بتاعتك دي انت عينة نادرة 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 183 أه 183 183 أنا أنا دا إحنا يا حبيبتي يا حبيبتي ربنا يعوض عليك يا حبيبتي بالتوفيق الله يخليك بالتوفيق إن شاء الله شاء الله بامبو سوداني سادو لا من فضلكم أنا حضرتكم ممكن تستنوا تحت شوية من فضلكم أيوة استنوا استنوهم استنوهم ألو يا زول ألو شنو شنو يعني ايه مش فاهم شنو سحتوت يا ملتوت فك كل مربوط سحتوت يا ملتوت محدش تحرم يا كامل رحبات رؤوسي والله وقت ولا حد تسمى عليك إيه في إيه وإحنا بنعمل حاجة غلط صحابي ما شوفلوه من الفنجال كله دول ما شوفلوه من الفنجال آه ما شوفلوه من الفنجال خدوها حاسب 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 اوعى ودي مين انت صار عبد الحق ايوة ايوة حضرتك انا كنت جاية عشان اعمل انتروفيو معاها بخصوص الشعوازة كويس انا حضرتك جيت علشان بالمرة اخد معاك لقاء والشرطة في خدمة الشعب طبعا اهلا سهلا ما شاء الله ومال فين الكاميرات فين الكاميرات همم هروح اجيبها ثانية واحدة و جاي على طول ودي مين سيدة الاعمال سعاد دياب اهلا حضرتك اصل مجموزال اللي كانت هنا كانت عايز احراسة للفيلا وانا كنت جاي اتفق معاها ان عندي شركة احراسات خاصة لوزا ايه شفافة بي مش شايفني ولا ايه تصدق وتأمن بالله لا لا يا الله انا زعنا من الحكومة ليه عشان ام دخلتي معرفتنيش انا لوزا بلم النقطة تفضلوا معاك تقولكم عن بوكس تفضحنا تفضل تفضل الحقيب يا حبيبتي هاتي محامي لكن انا متعودة استنيها الكاميرا شيل ايدك مش هسكوتلكو انا حوانشيكو بستين ضحية انا مش حارفين قدمين موسيقى حضرتك احنا سيدات مجتمع محترمات مايتل ماش فينا كده خالص انو اوه بالراحة يا أخويا حتكفيني على وشي أنا متعودة على البوكس مدينة هي تكون لفرح هي جديدة علي يعني أنا مش هسمح لك أبدا بالمسكة دي أنا هتشوف هتدفع تمنه الدنيا نامرة وزيرة داخلية احنا فتحتنا بقت بجلاجل يا سعاد حموت انت صار واعرف من اللي بلغ الجرد وقنوات الفضائية أكيد طبعا أعداء النجاح لي وليكي المشكلة دلوقتي أنا الحلقة الجاية هطلع قول إيه للجمهور أنا خايفة على سوماتي تتهز في السوق ما حدش هيشتري من عندي حاجة هيقولك بضعتها معفراتها هو أنت بتشتغلي في إيه؟ انتصار مش بغض النظر المهم دلوقتي إحنا نيه نسبت على فكرة معينة إن إحنا كنا رايحين مع البوليس علشان نساعدهم في الأبض عليها إيه العبقرية دي؟ هو فيه حد حيصدعنا؟ هي كاتشورة مهببة لما سمعنا كلام لوزة هو فيه حد برضو يمشي وراء لوزة دي واحدة بعقلتي وعقلتك زي نمشي وراء واحدة زي لوزة ماش أنت يلي سمنت؟ أنا؟ نو؟ بقى يالا منك لو أمك أنت وهو يعملولي أعمال في بيتي شعوازة والله كنت حاسة حلمت بني إسمها انتصار داخل عليّ و جايبالي خروف أصس كريم زي شعرك كده إلقت وسحيت من نومي قلت خير خير بصيت لقيت اللي اسمها سعاد جايبالي بطة مستعبطة شابها مش ماشي عادي كده كده لا عملالي كده كده قلت لأ خير خير لا تلع مش خير أعمال وش عوازة بقى أنا يعملولي أعمال وش عوازة يا طانت أعمال إيه بس دور كاميرا حين يشوفوا الفنجان بس بس فنجان إيه طب إيه رأي قمك بتشرب نسكة فيه كات راحة تقرأ إيه المج يعني حضرتك هم هيعمله أعمال لي مين بس بس لبناتي بس إيه الحاجة المشتركة بين الحموات الفاتينات غير بناتي آآآ آآ آآ يعني بصراحة أنا مستغربة من وجودهم معاستي زي دي بس حتى أنت يا عدلة هتتكلمي مش كفهاية مامةك ولا تعال هنا تعال هنا بشعرك دهuitive أسر الكلام أعادوا الأول أي واحدة من أمهاتكم منك له جت زورنا هتتفتش وتفتيل ذاتي من حق أخاف علي وعلى بناتي مش يمكن ترشلي ميا ترميلي عفريت فلتان ولا حاجة بصراحة أخاف من الفتنة ايه الكلام الفارغ ده يا سعاد الستة دي تحتلت ولا ايه يعني ايه نتفتش بص يا سعاد احنا لازم نعمل اجتماع عاجل لازم نبقى ايد واحدة الكلام ده ما ينفعش انا بقى مش ناصة جنان الستة دي هوك يا سعاد مع السلام تحتلت أن نتفتش قال ادخل اعطي على إبراهيم ازاك مادم انتصار الحمد لله يا سيدي الحمد لله عمل ايه اخبارك ايه مع هيام الحمد لله بخير احنا زي الفل الحمد لله مبسوطين جدا اه طبعا بنتي بنتي تربيتي والله هو نعمة تربية اه طبعا طبعا يا حبيبي تعال يا عبد يا إبراهيم قعد حبيبي الف مبروك عليك الله يبارك فيك والله العظيم يعني هيام دي احسن حاجة حصريتلي في حياتي ولو انك ما تستهلهاش عموما حبيبي انا مبسوط او موقف يا حبيبي وانت بتكلمت انسيت نفسك ولا ايه اه بص يا إبراهيم يا حبيبي مش مهمة ابدا انك انت تبقى سعيد المهم يا حبيبي انك انت تستمر وتكمل في السعادة دي اه بنقول يا رب اه يا رب انت عزيز وغالي قعد يا إبراهيم يا حبيبي قعد انت زيبني بالزبط حبيبي قلبي مبسوط الحمد لله الحمد لله مبسوط جدا الحمد لله بص يا إبراهيم انا كنت عايزة كلمك في موضوع كده خير اه انا عايزة تطلق البيت اه اه لا مش ده مش ده لا حبيبي معلش اه انا نفسي انك انت تقنحها انها تيجي تشتغل مع مامتها في محطتها ويبقى مع مامتها وجوزها مدام انت صار انت عارفة والله العظيم انا مقدرش ارفضلك اي طلب ونفسي اه يعني قلبلك اي طلب انت عايزة غالي وعزيز غالي وعزيز غالي وعزيز بس انا مقدرش يعني اكبر هيامة على حاجة هي مش عايزة تعملها ازاي إبراهيم ازاي هو انت مش عايز مراتك حبيبتك تبقى قدام عينيك على طول ها ولا ايه البيت قزة إبراهيم قزة قزة يعني هي ممكن بقى هميك حد يعكسها حد يضيقها زي مرات عمر بالزبط ولا ايه تصدقى كلامك صح انت غالي وعزيز غالي وعزيز بس انا مقدرش اكبرها على حاجة هي مش عايزاها بص يا ما انا منصر والله العظيم قبل ما نتكلم الكلام دوت انا كلمتها في البيت وحاولت اقناعها انها تجي القناة بس للأسف يعني هي رفضت وانا احترمت رغبتها لا حمي الشوات لا حمي الشوات وبتمشي كلامك على مراتك لا راجل راجل طب امشي وما امشي من قدام امشي يلا يا بو زعرورة يلا يا بو زعرورة امشي البيت ممشي كلامها عليه يانهر اسود يا دي المصيبة يا دي المصيبة ايه يا كريم في ايه في ايه انا مستقبلي راح واتفضحت ليه يا حبيبي ايه اللي حصل تشوف يا ستي القبضة على الانتصار عبدالحق وسعاد دياب ومعهم الفنانة الشعبية لويزا ولدت احد المطربين المشهورين في وكر الدجالة راحبات القوس يانهر اسود امت ده حصل وإيه اللي وقدام هناك وما التلاتة وانا اش عرفني انا مش بتلاقع معاكي في المنفى ده والمصيبة انهم اكتبين اول حرفين من اسمي يعني اي غبي حيبقى عارف انهم قصدين انا بالذات طب اهدى يا حبيبي معلش اهدى ايه اهدى ايه بس انا مساعد بجيت المخروبة دي والمصائب النفذة ترف على دماغي انا قرفت مالك مالك عمدي مخصف بطني كريم طب اعمل ايه جبلك دكتور اعمل ايه اه اعمل ايه اه اه انا حتصرف انا حتصرف بسرعة يا كريم اه 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 هيا عملت ايه جعزة برا طب يلا بسرعة هاتيها عشان اشوفها بس بقولك ايه بررح عليها واحدة واحدة مش يلا هتزبطيني هزبطيني يا جماله يا جماله يلا يا شب يلا على دلعونا وعلى دلعونا صلوا عندك لا تحسدون اشتال خير مش مش ايه ده معلش معلش مانا وقتلك بالراحة عليها قصدي اول مرة تتدلة من البلد اه انا بتدلل اه 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 انا جاهزة يا ستة الدكتورة خد اللي انت عايزايا خد الكيرشة والفيشة بس سبيه للقوامس عشان بحباها من احنا اتفقنا على الكيلية بس دي هتودينا بالراحة يا سكتها ماتخافيش يا أختي انا متبرعه بالكبد مرتين قبلك دين انا مش قلتلك ماتدي بيسترا الموضوع ده اه خلاص بص يا ستة هنعملك دلوقتي التحاليل ولو طلعت سليمة وكويسة الاسبوعي هتعمل العملية فهمتي؟ ماشي ماشي ساعاتي تحب تاخد الكليتان انا مش عاوزاهم اتفقلي فيهم ألف جنيه لا! إحنا اتفقنا عليك يا واحدة عاطي هتودينا في الظهية يا شيخ رم عليك السكتية ما نخفيش يلا يلا بقى تعالي وراي يلتوهية يلا خلقها داية معلش هنوسعه مجامي انت صار نعم في واحدة وقفة برا وبتقول عايزة حضرك في مسألة حياء أو موت حياء أو موت؟ مين دي عايزة إيه؟ هي بتقولي إن حضرتك ما تعرفهاش طب خليها تتفضل لما نشوف كل شوية تجيلي مصايب تفضلي مساء الخير يا مادام انت صار أهلاً مادام حياء أو موت أهلاً ديكي خير أنا جاية جايبة لحضرتك معلومات مهمة قوي عن حبيبة قلبك نبويات تمساح أم أنا كل شوية بقى حد يجي ينطلي ويهزر أو يبعز يشتهر ويطلع على المحطة عندي مش كده برضو ولا إيه؟ إيه دي بس يا مادام شوية أنا متجوزة راجل من أهم رجالة نبويات تمساح يا سلام وجاية تبلغي عنه ليه يا حبيبتي؟ عشان أنتقم منه عشان رمينا نوعيالي وراح تجوز علي أصيلة أصيلة مين بقى فرجالتها؟ هقول لحضرتك على كل حاجة قبيبة أمها يا قواتي بحب أنت مخصماني ليه يا بيضة؟ مخصماني ليه؟ عايز غزل البنات أنا عارفة يغتينونا يا أختي يغتينونا يا أختي يغتينونا يا أختي في إيه؟ يعني بصراحة يعني تصرفاتك في الموضوع السحرة الشريرة ده خلاني في نص هدومي أصد مراتي وحماتي على فكرة بقى حماتك هي اللي سحرة الشريرة وعملت الموضوع ده مخصوصة عشان تكسر عينك بيه ما هو المنطق كده؟ إيه اللي يجمع كنتي واتصار وستي لسمعه لوزة دي؟ كان مشوار محبب ولا حاجة كنا رايحين نشوف الفنجان عادي بنهضر يعني أهو قلب غم طب أصيصي كده ليه؟ أنت مش مصدقني؟ ومصدق أحماتك السحرة الشريرة؟ من أزاي؟ مأكيد طبعا كنت رايحين تقرب في فنجان سعادة أنت ما بتشرباش قهوة يغتينونا يا أختي يغتي حلوة يا أختي تعالي يا بيضة تعالي يا بيضة هلوة يا أختي حلوة؟ ننة يا أختي ننة بسك علي بسك علي المعلومات دي خطيرة جدا اسكت يا أبراهيم الموضوع ده جالي نجدة من السماء أنا مكنتش عارفها أقبل الجمهور إزاي بعد افتحت الهبابة رحبات القوسي دي الحمد لله جالي موضوع قبل في بيه الناس طب انت ناوي تعمل اي دلوقتي؟ لا مش أنا أنا وإنت نعمل ايه؟ جاهز؟ جاهز يلا يا بصراحة يلا يلا هو حضرتك متأكد ان ده المكان؟ أيوا يا ابني هو ده العنوان اللي هي الدتهوني وبعدين يا زكي يا زكي انت انت مش شايف انت مش شايف العربية بتاعت وقفة قدام الباب طب احنا هنقض دلوقتي هنا للصبح ولا ايه؟ يا ابني ليه بس هنقض للصبح ليه؟ ما هي أيلالي انه هو ده المعادة اللي بينزل فيه وبعدين اهدى بقى علشان انا عندي الزاعة النهاردة مش نقصه؟ آسف آسف طب مش كنا جيبنا برضو بودي جارد بتوى خدرتك يعني عملوا جوك يا دول جو إيه؟ واحنا بنعمل حفلة جو إيه وإهباب إيه؟ ده أنا ما صدقت هربت منهم متقلقش يا حبيبي متقلقش أنا عاملة حساب كل حاجة إهمت بقى ربنا يسطر هو مش كان هنا في عربية كدة باين في الشرح ده أولا لك وعد الراكل اهو الراكل اهو واضح إن الست عارف الراجل ده قوي لا زاكي هي مجرد مراته بس معرفة سطحية زاكي زاكي ده لو مش وراك زمين يروحت في الستين دهية ترجمة نانسي قنقر 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 ودينا الزباطة على الاخر. طب يلا امينه برا على مطف النار. عضف. يلا هرابي قد. بل قفل و الباب. احنا نروح زي. انت كل الهمك كده. معلش. ما تقلقش. انت معي يا واد. ما تقلقش ايه. يلا يلا بسرعة. بسرعة ايه. طلع الكاميرا. ادي الكاميرا. يلا بسرعة بسرعة. حاضر حاضر. ازاي بس ما نجيش معنا كوافير ولا ما كيف. كوافير ايه بس. انا خايف. يلا حبيبي يلا. حاضر. ثقفية ثقفية. يلا ابدأ بس سويا. ثري اثو. اكشن. سيداتي. نساتي. سيداتي. زي ما تعودتم من دار الحقيقة. انها تعمل لكم كل الاكسكلوزف اللي في الدنيا حصريا. وعلى قناة دار الحقيقة. اقدر اقول لكم ان احنا هنا دلوقتي في الموقع بتاع نبوية تمساح. ده الوقر التحة. وطبعا قدرنا نوصله بفضل تحقيقاتي. والمعد ابراهيم عبد الفتاح. اعزائي المشاهدين احنا دلوقتي قدام الترسانة بتاعت نبوية تمساح. تصوروا شوفوا حجموا كمية الاسلحة اللي موجودة دي تنفع لحرب. انا مش عارف. انا مش عارف الستي دي بتعمل كده ليه. تصوروا انه بالاسلحة دي دم المصريين الشرفاء العظماء. دمهم بيسيل على ارض مصرا محروسة. اهلا وسهلا. منورة يا مدام انتصار. نتعرف على حضرتك. هنتعرف. مالك مستعجلة ليه. كلوز للباشا. متعرفة نفسي في ايه قبل ما نموت يا مدام انتصار؟ في ايه يا فالح؟ نفس افك الحبل ده واجيبي الكاميرا وابعت رسال الهيان. اقول لها ان انا بحبها. ها. يا سلام. وانت فاكرني يا واد هصدقك يا كذاب. والله العظيم بحبها. بس يلا. مش هلحق اسعدها. الحمد لله ربنا سطر. بس عارف يا واد انت. زي ما انا دبستك ودخلتك هنا. انا هعرف اخرجك برضو. بس انت مبتصقش فيها. يا سلام. هنخرج ازاي واحنا متكتفين التكتيفة السودة دي. يا واد صق فيها. انت عارف السلسلة المعفنة اللي انا لابسها دي. من الصبح بقول من زوقك. مالها. حتندهش. مش قلتلك حتندهش. يسلم لي ها القوات الخاصة. ضربة جديدة بتوجهها الدخلية لعصابة نبوية تمساح. وهي اكتشاف مغزن السلاح اللي كان بتستخدمه في تنفيذ عملها الإرهابية والإجرامية. الحقيقة الفضف ده بيرجع لله أولا سبحانه وتعالى. ثم للإعلامية انتصار عبدالحق المكتهدة. اللي حقيقي ساعدتنا كتير في الوصول للمغزن ده. كنا عايزين نعرف تفاصيل تعاون بين الإعلامية انتصار عبدالحق والدخلية. الحقيقة. هو في حضرتك ما هو يعني أنا مش جاي أبا جورا. طيب حضرتك لا اتفضل. اتفضل حضرتك اتفضل. الحقيقة احنا كنا رصدين تحركات بعض العناصر المشكوك فيها. ولما جات مدام انتصار وأكدت لنا المعلومة. دينا لها جهاز جي بي اس للتعاقب. وضينا وراها خطوة بخطوة نلاقي بتحركاتها. تحركات العصابة. بدون ما العصابة تشعر علشان ما تاخدش احتياطاتها. فضل. كنا عايزين نسأل مدام انتصار عن مصادرها. وازاي قدرت توصل للمغزن. اسقل حضرتك. انا الحقيقة للأسف مش هقدر اكشف مصادري. لان دي حاجة خاصة بيا. لكن انا سعيدة جدا ان احنا قدرنا نوصل لرجالة نبوية تمساح. ووصلنا للمغزن بتاعها. لكن انا هزينة قوي ان الشرطة للأسف جات متأخرة. وما قدرواش يقبودوا عليهم. لكن ان شاء الله المرة الجاي يقبودوا عليهم بأسرع وقت. خلاص هانت يعني. وان شاء الله كمان الحلقة الجاية عندي في محطة بتاعتي. هيبقى فيه اسرار كتيرة واخبار كتيرة جدا اول مرة حد يعرفها. فارجوكم شاهدوا البرنامج بتاعي الجمعة الجاية على دار الحقيقة اكسكلوزيف. شكرا. هي انتصار فاكرة بموضوع مخزن نبوية عرفة البحر في كم سمكة. بصراحة يعني يا ماما بصراحة. انا معجبة قوي بتانت انتصار واسرارها كده وجرؤيتها ان هي دايما تكون صاحبة الصبكة. حبيبتي يا عدالة معشان كده هي الاعلامية الاولى في مصر. والحمد لله قادر انها تحافظ على المكانة دي. اه صحيح الاردف عن ام غزال. نعم. مش قصد عليك. بس بتحديها كده النبوية التمساح هتخليك انت وهي في خطر قوي بإذن الله. لا يا حضرتك ما تقليش. ان شاء الله ربنا هيسترها. اه انت ما تقلي بنا ممدوح فرج. جونس هنا النهاردة هيلاعب الصخر. اه طب وماما. اه انت عايز تتفرج على الحجة. اه. مادام جوزك مصمم بقى اسحاب لانا ساعة. تكون خلصت الهرتلع. وبيصحيني على الاعلانات. الحمد. الحمد لله. حلقة النهاردة كانت تاريخية. عملت نسبة مشادقة يا سيد. كالعادة مش جديد علي. الحمد لله. الحلقة دي انقذتني من موضوع هبابة رحبات القوسي. ده اللي كان هيوديني في داهية. الحمد لله بس انا موت واعرف. رجالة نبوية التمساح بعد ما كتفونا راحوا فين. اكيد راحوا يقولوا لها نعمل فيهم ايه. طب الحمد لله ان البوليس جي قبل ما يجوا ويخلصوا علينا. انا بس اللي مجنني. الراجل اللي احنا كنا ماشيين وراه. الراجل. راجل مين. الراجل جوز الست اللي كانت بتيجي تديني المعلومات. اه اماله. البوليس قال لي انه هو من ساعتها اختفى. ولا حس ولا خبر ولا يعرف عنه حاجة. يا خسارة ده الراجل ده لو كان زهر ولا تقبض عليه كنا عرفنا من هنا بوية التمساح. ان شاء الله نعرف. ان شاء الله. بقولك ايه زمنهم جايين. الجهازي بقى وغطي وش. ها جهزة. ها يا. اسرفوا انه اللاوي. اسرفوا انه اللاوي. راجل لا. انتي قلت حكيمة يلا يا اختي. ايه يا اختي. ايه يا اختي. ايه يا اختي بس. معلش يا دكتور. اصلها ما بتكشفش على رجال. حض الله لو مددت ايدك علي. لازم عن الراجل يكون موجود. الراجل كمين. عواد. عواد يا اختي بيروي الخير. عواد يا بقى يجي يكشف مرة تانية. بقول لها كيف. معلش يا دكتور استحملها. اصلها اول مرة تشوف رجالة. حاضر. اه على فكرة. التحليل بتاعت الكويسة قوي. انت جاهزة للعملية؟ جاهزة ما شاء الله. انت هتاخد حاجة جاهزة. كليتي كانت لوب. بس قبل ما تفتح تسام بي يا دكت. بسم الله يا ما شاء الله. الله هو اكبر. هتخش معا ما عشانا نحضروك. على بقى ما نجهز المريض التاني. ماشي يا دكتور. هاخد ثلاثين ألف جنال. وعلى كل غرزة عشرة جنال. اه انا مش عبيت اصرف النور. اه. وح يوم الدقة يا دكتور. حلة مؤخصة يا دكتور. بالنسبة يعني لعمولتي. عمولة ايه الدكتور مالوش دعوه. اتفضل يا دكتور. اتفضل حضرتك. مش انا قلتلك هزبطك. مانا ما زبطش يا حتي الغيب دلوقت. اصبوري هزبطك. قادني مصابرة. اه. اصتعالوا. تعالوا. اصنف النور اللاو. يالا يا رحب اللاو. يالا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ياما. تعالي لي ياما. تعالي لي ياما. انا عايزك وتهدي وريلاكس خالص. اه. دكتور التخدير زمانه جاي. وهنبدأ على طول. لا بلاش. بلاش بينك. اخبطنا على رأسي أحسن. حاضر. دكتور التخدير يجي ونخبطك على دماغي. يعني ياما. هي السعكة اه. محدش حرك مكانه. اقبض على كل موجودين. اتأخرت ليه؟ انت لازم تقبض عليه متلبس. العميد نور عز الدين. مش أنا اللي جاية الدلة هنا. انت الدكتور محمود عبدالخالق. ايه يا فن بخير. معانا امر بلقبض عليك. بلقبض علي انا؟ ليه؟ اتفضل معانا وهناك هتعرف كل حاجة. فيه ايه؟ هو عمل ايه؟ عملت ايه محمود؟ عملتش حاجة. ايه حصل؟ طب استنى اغير واجي معاك. تيجي معايا فين خشي جوا. انا هاري سودة. انا هاري سودة. انا هاري سودة. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ألو. نحييني يا ماما. قابضوا على محمود. محمود بريء يا ماما. محمود لا يمكن يعمل كده؟ بتعمليش في نفسك كده. بكرة التحقيق والنيابة تقول اذا كان بريء. ولا مش بريء. يعني ايه؟ وحضرتك شاك في براقة محمود ولا ايه؟ شرف. انا تلاتين سنة ضابط بوليس. ومأمورة سجن النساء. ما قابلتش مجرم. الا ما قال على نفسه بريء. ويا مولاد ناس. زي محمود كده. بتشوفيهم لا يمكن تشك فيهم. يطلعوا مجرمين. انا بريء يا نور. خلي بريك من البنات يا نور. حاضر. ما اقولي يا ماما اللي حضرتك بتقولي ده؟ ما اقولي انت اللي بتقولي كده؟ انت اكتر واحدة وثقة في اخلاق محمود. يا ربي كدب ذاتي. يا ربي يا محمود تطلع بريء. يا ربي. ما تعمليش في نفسك كده. عشان خاطر عشان خاطر. ما تعمليش في نفسك كده. ما تعمليش في نفسك كده. ما عليك مش عارفة إيه البلاوي اللي بتتحدف علينا فجأة دي الله يعندك حق تجارة أعضاء إيه وبتاع إيه ده محمود ملوش في الصح عشان يبقى له في الغلط ده ما مشربتش الزجار لا وإيه طول عمر أقول أصنع ربيته زاد عن اللزوم لا الموضوع فيه شيء غريب مش مفهوم لكن قوليلي ما عرفوش برضو مين اللي بلغ ومين ده اللي كان هيتعمل له ونقل كلا المحامين بيقوله حاجة غريبة جداً شخصية المبلغ عليها تعديم فاضيع بحدش عارف هو مين حاجة مش عادية طبعاً والست الفلاحة اللي كانت حتى تبرع اختفت فجأة بعد الأبضى عليهم طب انتي مش شايفة ان ده شيء غريب شوية اللي هو ايه؟ يعني ان المبلغ ده ميستر إكس محدش عارف عنه حاجة والست الفلاحة دي اختفت فجأة مش فاهمة قصدك يعني ده طبعاً موضوع مترتب يعني الست الفلاحة دي اكيد متفقة مع البوليس افرضي حتى اني عرفت هيفيدني باي ازاي بقى يا سعاد لازم تعرفي لازم تشوفي الدنيا ماشى قدامك ووراك ازاي لازم تعرفي مين اعدائك مين بيرتبلك انتي طيبة قوي يا سعاد لا سازجة طول عمري كده موسيقى نوع المشكلة يا فندم اني مش هياخد حكم مخفف لان القضية لبسا لبسا ده مدير المستشفى يا اختف من بقك بس بعيد عن المكتب عشان انا لسه بنظفها ليه بتقول كده موقف كويس جداً تمنى بس لانا مستغرب له بقى قوي انك بتبقي دقيقة جداً وانتي بتنقي جواز بناتك فلا تتمنك ده جبتين من ده كل واحد معرض لموقف زي ده عندك انت مثلاً انا حلمتلك حلم ان انت في زنزانة كده وعمال ترسل موتوسيكل على الحيطة وانت سجين حواليك وراسهم وقال في سيف ان انت تركب الموتوسيكل ده بس هتقلقش الموتوسيكل نصرة يا واد نصرة تعرف ان المتهم بريق حتى تثبت قد انتو مش كده ولا ايه يا حضرة الزابط اه طبعاً يا فندي وعلى فكرة حلمك تحقق انا جاي وادعك مع السلامة مع السلامة هتستقيل ولا ايه عموماً مفيش احسن من العمل الحر اشتغل الرجل اعمال ويه رب انا اتنقلت المباحث الف مبروك ما شاء الله انا طول عمري اقول ان الجسم الجسم مباحث مع السلام مع السلام كل بتوجيهات سيادتك اخنجا هو حضرتك شفت يطاق من المساجين اللي جالنا النهاردة السجم لا لسه ما مريتش همر بعد ما يخلصوا الاجراءات ليه؟ فيهم واحدة تخصك واحدة تخصين انا؟ مينة سيادتك اخوتي شو باو في سلفولة ماطيع ايه ده ايه ده ايه ده المعلمة سمحة يا أختي حمدرل على السلامة إيه اللي رجعك تاني نصيبي لسود عشان رجع اشوف خلاقكم الزك معلمة سمحة عاملة ايه والله ليكي وحش هو انت إيه اللي رجعك تاني اللي جزيهة بقى المأمورة بتاعتكم اللي جزيهة يا رب إيه ده؟ إيه اللي ضغيتك؟ آه قصدي زي الحية اللي تلدغوا يرجع هنا على طول هتروح مني فين؟ مع إني أكرمتها آخر كرم وأحلى أكل في الدنيا أكله من إيدي دول وفي الآخر يبقى ده جزاتي ماشي يا خيابك انت كنت بتشتغلي عندهم في البيت ولا إيه؟ ايه يا أختي كنت بتعبب عندهم في البيت لا 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 قدي عايزة قاعدة تعالي يا أختي وعادي جمع بينا كده وحكير للا إيه اللي حصل بالضبط وبالتفصيل الممل كاريا انتصار ايه الموضوع المهم اللي انت عايزاني فيه؟ انت بعد ما حكتيلي على المخبر السري ده ولا الراجل اللي بلغ ومحدش عارف هو مين الفرل عفا عبي رحت على المحط على طول وجبت شوية هيا المعدين من الشاطرين اللي عندي وخلتهم يرقودوا في النيابة لغاية ما جابوا لي الخبر اليقين بجد؟ عرفت من اللي بلغ؟ للاسف عرفت ليه؟ همين؟ الست نور عز الدين ليه الأخبار يا ماتر؟ الحمد لله أخبار عظيمة أنا خارج مخصوص عشان أطمنك وكل النيابة اللي جوه ده دهية وقع المتهمين في بعض وخلاهم اعترفوا على بعض وقالوا ان الدكتور محمود مالوش اي علاقة بالجرائم دي خالص بجد؟ يعني محمود حيروح معيك؟ لأ لسه مش بالسرعة دي يا مادام سعاد لسه فيه إجراءات كتير وبعدين احنا كنا فين وبقنا فين؟ الحمد لله يعتبر كده القضية انتهت الحمد لله ما التكريم يا رب طمينين يا طنت؟ إيه الأخبار؟ أخبار عظيمة القضية اعتبر خلصت خلاص لصالح الدكتور محمود الحمد لله ألف حمد و ألف شكري لك يا رب مش قلتلك يا موم محمود بريء؟ الحمد لله يا حبيبتي أنا كنت عارفة والله هي الست الوالدة كان عندها شك ان ابني بريء آآ لا لا طنت بس بس ايه؟ كان نفسها ان ابني يتسجن عشان تخلص منه مش كده؟ جراء ايه يا سعاد؟ هي براءة ابنك هتخليك تقولي كلام مالوش معنى ولا ايه؟ بقى الشيخ شرف اسألي مامتك كده من اللي بلغ عن محمود عشان يلبسه القضية دي هو مين المؤذي ده؟ الله يخرب بيته يا رب اهو المؤذي ده الله يخرب بيته ان شاء الله يبقى أمك ايوه ايوه يا عبدو انا جاية انا جاية عبدو ماما ايه الكلام اللي تنتصعات بتقوله ده ماما يا ماما انت مبترديش ليه الكلام ده صحيح اه بس بس يعني اه يعني اصل اه ايو انا اللي بلغت سمعت بودانك يلا حبيبتي خد أمك ووروني جمال خطوتكو وابني أول ان شاء الله ما يخرج بالسلامة حيبعتلك ورق الطلائق بالبريد المستعجل يلا بالسلامة شرف شرف طب يا سعادين موريه اجل 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 يا شرف شرف محماتي طب ليه وانا كنت عملتلها ايه ده انا بعمل شرف بميورد الله يبقى ده جزات يا امي وقال ايه بتحبيني اكتر واحد في جواز بناتها امي التانية هتعمل فيهم ايه هتعلقهم من ودنهم ما عليش يا حبيبي الحمد لله ان الحقيقة بانت من دلوقتي انت كان ممكن جدا تخرج من هنا على بيتها تروحيها ملبساك بالوة تانية الله اعلم ساعتها بقى يعرف نخرجك منها ولا لأ طب وشرف كنت تعرف حاجة؟ يوه انسى بقى ولا شرف بالعرف انسى الاسم ده بالعلا دي خالص يا امي بالله عليك يريحيني كنت تعرف ولا ما تعرفش؟ ما عرفش يا محمود مش عرفنا انا هي قدامي عملت انها تفاجئت ما عرفش بقى بجد ولا تمثيل يعني لا مش عرف عبرها ما تكون عارف حاجة زكاة وتسكت خلصنا من الموضوع ده يا محمود ان شاء الله اول حاجة تعملها اول ما تطلع من هنا يا حبيبي بالسلامة تطلقها ونطلع خالص من العيلة دي ده احنا من ساعة ما نسبناهم ما شفناش يوم واحد عدل يا خيابة العرف ده انا جوزك ست ستة ده انا شفتلك حدة عروسة ربنا يجعلها من نصيبك اسمها فرح حلوة مو؟ امر بنت لم يا صاحبتي شرف لسا زعلانة مني يا شرف حسبيني يا ماما انا مش عايزة اتكلم حد انا عايزة بقى لوحدي طب لو سمحتي اديني فرصة ادفع عن نفسي تدافع عن نفسك بعد ما دمرتيني وخربت بيتي انا انا اخرب بيتك يا شرف بعد الشر يا بنتي وانا ليه يمين غيرك انت واخواتك يا حبيبتي اسمعيني يا شرف انا اقسمتي يمين قدام ربنا وقدام الدولة كلها ان انا مفرقش بين قريب وغريب حتى لو كان جوز بنتي لو عمل اي غلطة لازم ياخد جازاته ولو بنتي من بناتي لا سمح الله عملت جريمة اسلمها بنفسي للنياب يا سلام ولما امانة سرقت روحتي ليه خرقتها من الاسم اخراسي امانة مريضة مش مجرمة ومحمود بريق مش مجرم وخلاص القانون طلعوا بريق وانا واجبي كواحدة من الداخلية ان كنت اعمل كده من غير ما تتأكدي تروحي كده تبلغي عنه انت لو متأكدة بينك ومن نفسك انك صح مكنتش خبيتي علي يا شرف فهمي كان لازم انا مش عايز اسمع حاجة انا عمري معانسة اللي انت عملتي فيها وانا مش هقدر اكشي thor وانا مش هقدر شوفك زعلانة وانا مش هوتر اشوفك done انا بعملك ايه موسب بسجم احصل ه см واناcible شفت حمادك واللي عملته؟ آه سكوتي يا ماما سكوتي ده أنا من ساعتها وأنا في حالة زهول ما كنتش هتخيل أبدا أنها هتوصل بها الجرأة وتبلغ أنا واحد من إجواز بناتها ومين عارف؟ الدور عليك يا حبيبي ربنا يستر فعلا يا ماما عندك حق الستة دي بقت خطر قوى علينا ولازم كلنا ناخد موقف متضمن مع محمود الضهر أنا بصراحة من ساعتها وأنا مش طاقة بص في وشها أصلا لا يا حبيبي أنت لازم تتكلم مع مراتك أنت لازم تقول لها أنها لازم تقاطع أمها آه يا حبيبي بقت خطر أصلا الود ودي بقى أنك إنت تاخد مراتك وتروح تسكنه في حتة بعيدة عنها حتة أمان يا حبيبي كرداسة مثلا لازم تقاطع عني سهل بس ده يعتمد على حسن السير والسلوك يا رب انتباه قوموا تحركي تحركي انتباه لما شعرك تثبطي طرحتك في لسيدرك أهلا ملكة جمال التناحة البت دي هنا بتعمل ايه مش في الانفراضي ليه تمام يا فندم لسة وصل تروح تاني تعيش هناك على طول حاضر قومي يا فندم قومي 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 دي جوات قومي قومي يلا يلا كله على سرينه انخمده نعمه حوش شكرا شكرا عرفت اني محمود خرج بالسلامة الحمد لله دم انتش نوية تروحي تشوفيه هو اساسا مش عبق طريقي يشوفني يا عدالة بعد اللي ماما عملته فيه خلاص يا شرف انت مش عيلا نفسك الزنبي ليه انت عملتيله ايه عارف يا زنبي ايه زنبي اني بنت النور عزتين عارف دي زنبي ايه يا شرف والله يمحمود بيحبك انا واسقة من ده طنط سعاد مش طيقاني بعد اللي حصل اكيد يعني ده رد فعل طبيعي للي حصل واول حاجة هتطلبه منه ان هو يطلقني سيبك بقى من الكلام ده كله طنط سعاد قالت كده عشان كت مصدومة من ماما عملته انا عارف انا بقولك ايه يعني انتي شايف اعملي دلوقتي لازم طبعا تروح المحمود محمود بيحبك احسنا ما طاعتاしょ اهههههههههه اهههههههههه hits ارفضل ارفضل يا ماما بالشفى بسم الله الرحمن الرحيم تسلم إيه لك يا خسر شوية مية بقى تفضل أيوة تفضل يا دكتورة أنا مش عارفة أنا اللي دكتورة ولا أنت اللي دكتورة تفضل لا دي لجنة كبيرة قوي اللي كانت بتمتحيني آه والله آه دكتوراه يعني ونعمة بالله الحمد لله الحمد لله إيه يا خسر اللي أنا بسمعه عنك ده إيه إيه اللي انت عملاو الفضايح المصيبة اللي انت فيها دي إيه ده عملت إيه ولدك بيشتكو مر الشكوى فيه واحدة تعمل اللي عملتين تروح يتبلغي عن جوز بنتك ده كلام مش كنت تتأكدي الأول أصل أنت متعرفينيش يا دكتورة أنا لو أبويا ركن في الممنوع أكل بشو أيوة اعمليلي يا أختي فيها خبيرة أيوة اعمليلي زي الكلاب البلوسية اللي دايرة شام شام أنك زي كلاب بني سامحك أنت عارفة هو بريء ولا لأ يا ماما هو فيه مجرم بيعترف بجرمته على رأي المثل قالوا للحرام يحلف رح حلف على طول عاملة فيها خبرة قوي أنت كده بتجني على نفسك وعلى بناتك كمان أعملي يا ماما بحبهم قوي وبخاف عليهم وأي حد يأذيهم ببقى هتجنن ده أنت بقى هتعملي زي الدب اللي قتلت ولادها لازم تصلح الموقف ده بأي طريقة تفتكري ينفع؟ طبعا طبعا ينفع أي حاجة تنفع لو فكرت فيها بعقلك يا بنتي كبس كويس حاضر حاضر أنا كنت أجيبه حدا من بره بقى مجبتيش ليه مجبتيش ليه ها 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 انت مين يا أخت بتعملي إيه هنا أنا مين أنا نور نور فتنا لوزة فتنا أيوة يا موسعد يا الله أنا جاياه وأنا جاياه وأنا جاياه وأنا جاياه بتاعت غني يا فن فتنا وعيزة فيه بنتي مالك ان دهالة يا فتنا خلاص يا خويا يا فتنا يا فتنا مش فايدة جزخلتك عايزك يا فتنا جزخلتك عايزك يا فتنا فتنا أيوة يا خلتي أيوة تعال تعال حبيب تعالي عادي جميلة نعم يا جزخلتي خير عندي لك خبر بمليون جنيه والنبي صحيح كريم رجع كريم إيه بس اللي رجع ربنا يردوا لأمه حبيب قلبه أمه سلم يرسلتم أحنا ما قلناش حق حيرجع بقى ألف سلامة هو ابنه بس مش هو ده الخبر يه الخبر فاوزير رمضان بالغاية السلامة الخشت تعانفينه طبعا ابنه بقى عايد الخشت هنا ما تشار الدقيق أنتي انت yine تعانفينه ده طالب ايد فتنا ألف مبروك يا فتنا إييييي انت بتزهراتي على ايه انا مش عايز اتجوز مش عايز تتجوزي ليه بقى ان شاء الله ناوية تقعودي جنبي في البيت يا بيت ت وتعنسي ولا ايه ماله العريس ده عريس لقطة ده ما فيش فرح شعبي فيك يا بلد اللي لما الواد بيبقى مطلوب فيه تتجوزي وتعملي معادي ويته فرقة صغيرة كده على قدوكو تحتل لي كل الافرحة الشعبية اللي في مصر يا خلتي مش عايز اتجوز هو اتجوز بالعافية يا ناس مالها البت دي فيه انا مش فاهمه وبتزع لك ايه ده ده انا فاهم ان انا اول ما اجا اقول لك الخبر هتطير من الفرح معلش يا جوز خالتي اصل انا فقرية بعيد عنك انا مش عايز اتجوز يا ناس عن اذنكو مبتفكرش في الجواز خالص عمال بتفكري في مين يا حبابتي بتفكري في كريم اللي سابق واتجوز مش فاهم البت دي طالعة فقرية المين زي خلاتها تسيب العسل وتغمس في المش بدودو اه عمل تلاهي انت عارف يا نور ان انا بحبك قد ايه بس الموضوع ده انت تصرعتي وغلطتي فيه جايز انت كراجل شرطة نعم نعم ايه راجل شرطة ده ان شايفني قعدة قدامك ودقني مخدرة يا سيتي مقصدش قصدي انت كسيدة شرطية يعني بيقودك الحس الامني وده اللي خلاكي ما تعمليش اي اعتبار للقرابة كان لازم تتحري اكتر وتعرفي انه ولد كويس وانا اعرفه ومحترم جدا يا امجد الممرضة بتوزع فلوس على السطف وتقولهم الدكتور بعت لكم نصيبكم العملية وانا سمعته بيتكلم في التليفون وبيتفق على اتعاب العملية اشك ولا مشوكش لا يا سيتي ما يمكن اي عملية عنده في المستشفى كان بيتكلم مع المساعد بتاعه زي شغل العصابات كده ده كان ناقص يقوله الفلا في المنفلا والمرضة في اعري الحلة يا رايس انت اصلا شكة فيه ايوه وسمعت المكالمة وانت شكة فيه لو تسمع المكالمة من غير شك حتلاقيها مكالمة عادية جدا زمان انتصار ما هيجى الدنيا عليك انتصار ربنا يسمحها الستي دي هويتها جمع المصايب بتغير رئها الصبح على سيرة الناس بس مش مهم انتصار بناتي بناتي عايزين يمشوا يسبوني اعمل ايه؟ سيبيهم انت وامشي والله هي فكرة رسيل الورصة هشوفك تانى اكيد ان شاء الله في اي وقت انا محبت اه! 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 حبيبتي يا ماما انا خايف عليها قوي يا شرف لا يا حبيبتي ما تخافيش امك زي الاسد حتقوم منها برضو ربنا يا استر ايه البلاوي اللي عملت حصل لنا دي؟ خير يا جماعة خير ولا تقلقوا ابو ناسب ده عمره طويل وربنا حيطول في عمرها ان شاء الله لغاية ما تشوف احفادها اه! يا استاذ عمر حضرتك ما شفتش الناس اللي ضربوها ده والله ما شفتش دول ضربوا بالنار وجيريوا زي الساروخ طب ما فيش حد في القتيل اللي عارف في القتل كامل متسكلة يا استاذ عمر المجرمين دايما بيبقوا سرقين المتسكلات اللي بيعملوا بيها بجرائم عندك حق يا فوتنا امجد لحظة تعالى اسحب اصحب ايه الولية دي كان بتعمل عندك ايه في القتل؟ مش واقل انتصار محمود محمود الحمد الله مادام نور حالتها بقت مستقرة الحمد الله انت هنا بتعمل ايه؟ انا اللي قلت له شرف والراجل كالترخيره جاي يجري سبحان الله سبحان الله يا حبيبي ليه عمر على اديك الحمد لله تيكي منك انت يا محمود انت برضو يا حبيبي؟ واجبي كدكتور يا طنت يحتم علي انقص حيات اي مريض انا بجد مش عارف اقولك ايه؟ على العموم هي لما تفوق هنقولها القضة بتاعتها تقدر تستنى هناك سلام عليكم سلام عليكم ايه واقفة ليه؟ روحي لحقي جوزك مستووش في الظروف زي دي اجري اجري يلا يا شرف محمود يا محمود محمود انا عايز اتكلم مع الكلمة دي انت عارف كويس او ان انا مليش زنب في اللي حصل فعلا ملكيش ايه زنب ان جوزك يترمي في السجن ما تجيش تسألي عنه عشان مامتك اديتك قردر بكده وبردو ملكيش زنب ان جوزك يخبر براقه وما تجيش تقول الحمدلله ع السلامة محمود ربنا واحده اللي يعلم ان انا كل لحظة كنت بتمنى ان انا يكون معاك بس انا كنت حاسة لا انا كنت متأكدة ان انت مش عايز تشوفني بعدين كنت حوري وشي ازاي لمامتك يا اساسة مش عايز تشوفني انت النهاردة اللي جاية تنقذ امي بعد كل اللي عملته معك انا مش عارفة اردلك الجميل ده ازاي مش عارفة ولا جميل ولا حاجة ده فضل من ربنا بصي انت لو عايزها نكمل مع بعض يبعتيك تعيش معي بيدعي عن الشقة بتاعتك وبيدعي عن مامتك خالص وانا مفق بس عايزك تديني فرصة بس لحد ما ما بتخرج من المستشفى وانا عندي استعداد اروح معاك في اي مكان انت عايزه ايش 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 بك يا طبيب يحتم علي الا انك اللازمع من العملية يا سلام ما الدكاتر على الهافة من يشيله يا اخي طب قول لي بقى بزمتك لو جرالها حاجة فاقبت العمليات ومتت كان ايه اللي حيحصل واللهي كانوا حيلب بسوق القضية ويقولوا ان انت اللي قتلتها ماما ايه كدام الحاليك بتقوليه ده هو انا وقف قلت عمات لوحتي ما في حواليه خمسين شاهده ده كاتر كبار كمان ثم الحمد لله اني جات سليمة والعملية نجحت يا فرحتي يا خوي على فكرة بقى انا النهاردة قابلت شرف واتفقت معا ان هي حتيكت عيش معنا هنا لغت لما ان شاء الله نلاقي شقة بيدا عن والدتها يعني انا مش ميصدق ايك تا لسه مصر على العيلة دي بعد كل اللي حصل طب ورحمة ابوك ما حوافقك المراجع اللي انت عايزه لو السمى حطى الطبقة على الارض يا ابني يا ابني انا ما عنديش غيرك بتا عيز تحرق قلبي عليك يا ام يا حبيبتي شرف مراطي وملهز زنب حناخدها بزنب جمعة اي اخوي انا اخدها بزنب امها لان امها مش هتسبكوا في حالكم طب المناسبة دي بقى انا كان رأيي يعني ان حضرتك المفهوط رحي تزور امها قدك في وشك انت جننت يا ماما يا حبيبتي زيارة المريض صدقة بس انا اللي نفسه عرفه يعني مين ليه مصلحة من الست دي تقتل لا انا مليش اعداء ومقدرش اتهم حد وبعدين مش العميدة نور رصاص هتنوتها انا لو عايزين يموتوني بقى يفخخوا كل البدء الف السلام عليكم يمكن فيه اي حد من المسجونات عند حضرتك ليك معا مشكلة او فيه طرق قديم بايد بينكم من اي مسجونة طرق طرق ايه لا لا حضرتك لو جيت السجن عندي هتلاقيه زي النادي بالزبط انا والمسجونات كلهم انتيمي والله ارجوك ارجوك يا ساة العميدة حاولت ساعدينها شوية اظن انتي قبل كده اتعرضت لمحاولة الاختيال والرصاصة جات في حمد بنتك ايوه بس الله اعلم الله اعلم انا اللي كنت مقصودة ولا لا وعلى فكرة المرة دي انا كان معايا الاستاذ امجد احنا جبنا الاستاذ امجد واستجوبناه هو قال ان هو ما شافش اللي كان بيدرب عليك النار وكمان ما بيتهمش حد كده كده امجد نظره ضعيف على فكرة انا كمان ما بيتهمش حد على امومة ساة العميدة احنا تعبناك جامد واحنا اسفين ليك بعد اذنك بس هنسى اذنك تمضي على المحضر بس امضي طب امضي بزمتك يعني شو بدرها عامل ازاي امضي ازاي انا ايه يا ساة العميدة ده درعك الشمال اوه ده الشمال اوه ايوه الشمال شكرا مسي يا ساة العميدة تعبناك معنا جايبينك في حاجة بخاريارك لا بساملك المرة جاية وحاجة اكبر ان شاء الله مع السلامك اترخيرك مرسي مرسي خالص سلاة جانور سعاد الله هيسلمك بصراحة اخر اخر حاجة كنت تخيلها انك تيجي تزوريني ليه متقوليش كده طبعا احنا لسه أهل وفي بين نعيش وملح كتر قلي شكرا انا صحيح جدا اتطمن عليك بس غصب عني يا نور عمري ما حنسلى عملتي في ابني سعاد اه انت ليه حاسة ان انا حطى ابنك في ابنان وانا اللي لبسته القضية على فكرة والله كل الأدلة كانت ضده وربنا بس اللي يعرف ما شاعري سعادة كانت عاملة زي خلاص با ما روش يزوم الكلام انا بس جيت عشان اعمل الواجب والاصول اصيلة يا سعاد اصيلة والله يلا اشوفك على خير ما بادري اعزمك على كوباية فيتامين سي ولا حاجة المسأل بيقولك يا بغت منظر وخفف اصدق يا بغت منظر وبستف شكرا يا سعاد سلام يا نور مع السلام ألف شكرا ألف شكرا اشترك روى سلم جمع ادخل سلام عليكم سلام ورحمة الله اطمنيني زيك النهار ده يا ستة اه يعني شاور سيبا جسمي كله ودبوسي دي في الجرح والله ما كنت اعرف معلش شكرا شكرا عودي باي خلاص خلاص يا حبيبتي وعشرة عمري يا رب اللي فيك يجي فيك دي انا بعد الشر عليك يا ستة ولا انا ولا انتي يا روح قال مين اه اه انا بس كنت عايزة سال هي الستة اللي كانت هنا دي تطلع ميني يا كراب عشرية حتى في المستشفى دي سعاد حماد بنتي يا حريبة الخالي الناطق البت سيدة سيدة مين سيدة هي دي تتنسي المسجونة دي الوحيدة اللي هربت من تحت ايدك ايام زمان فاكراها ايه دا سيدة؟ ايه دا؟ هروين تاني يا بيت؟ انا معرفش حاجة عن تذكرة دي يا سيادة الزابط ومال دا ايه يعني؟ ما سعر النطط في السرير لوحدها؟ يا بيت خليكي صريحة معايا اصل الله في الدورين اللي انتي بتعملي دا مش هيكل معايا انا معرفش يا سيادة الزابط تواصلكم اتغازين مني وعايدين تلفقولي يا ايه اضية يانهر ابوك يا اسود انتي كمان قللت الادب خدوها على الحبس الانفرادي وبل ما نحولها تاني جنيات تمام يا فندب يلا قدامي خش آه سيدة الخالق الناضي وانا اقول شفت الشكل ده فين اه اصدر يا رب اصدر يا رب ما تعودي بقى خيالتين كريم كريم انا قل انا ومش متطمنة على ماما دي بقى لها كم يوم ما اتصلتش وكمان قفلها التليفون يا احسن نعم غريبة فعلا مختفاية فين من اليومين دولبة بتعمل ايه يعني انا مش متطمنة بقولك ايه ايه طب اتي التليفون اكلم امي اتطمن عليها وبالمرة نسأل عليها ايوة صح عندك حق طب اقوم هاتي اللابتوب بقى ونشغل المزيكة الياباني ماشي حاضرة بس 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 كريم على التليفون مش عاف اسمع سلمي عليها ليه سلملكو عليها دا في اليابان بيتكلم دولي كيمو حبيب ماما قلب ماما حبيبي هعمل ايه كيمو وازاي امراتك يا حبيبي والبيبي البي كويس ربنا يكمل لها على خير يا حبيبي الحمد والله كلنا كويسين العميدة نور اشي ايوة 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 انا عشان اقول له حاجة لا مش هقول له طبعا حبيبي ما نعرفش عنها حاجة ولا بتكلمني ولا بنكلمها كويسة دي زي القردة دي صحيته تهدك بالي يا حبيبي دي بتبالبع مقويات كل يوم ضمك لسمه همك اللي 24 ساعة بتعمل اكسرسايز صحيتي ما تجيش نص صحيتها المزغودة اللي هي تعدم صحيتها البعيدة حبيبي ما تشغلش نفسك بصغار الامور دي ركز في حياتك يا حبيبي هي تلاقيها مشغولة ولا حاجة بس مشغولة اسأليه على الكل الشدية بتاعي كده شوفي اخباره ايه الكل الشدية انا بكلم ابنك يا اناني انت شات شات خد اسأله انت ألو ايوة حبيب قلب يا نوعه ايني وحشنا ازايك عامل ايه في اليابان مبسوط؟ بتغنانهم الاغاني الشعبية بتاعتنا ولا لأ خلي بالك حيفاموها هم هناك وخصوصاً ألحاني ألحاني يعني لازم تعافز عليها هناك طيب الحمد لله كوي سيد فتنا؟ هيا سيدي معنا قاعدة تخيل تخيل يجي لها عريس هم متوفقش عليه ها؟ أهي خد عقالها ألو؟ أيوة يا كريم إزايك أنت حبيبي؟ وحشتني قوي آه شفت يا كريم حد يتجوز عايد الخشط دمو تقيل وإنت كمان؟ شفتو؟ أهو كريم مش موافق مش موافق على إيه؟ إحنا سمعنا حاجة تخدتي تليفوني حبابتي وتزنأتي هناك وأنتي وهو سيو 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 شرفنا وقلت له إيه آلو أيوة يا كريم آه هو جوز بالعافية يعني متشكري قوي يا كريم ربنا يخليك تيجي بالسلام ماشي طيب خلاص أوكي سلام هو أنت ليه بقى إن شاء الله مش موافق على عريس ست فتنا عشان أنا مش بلعه وهو تسيس عارفه من أين ما كنا في المنطقة يا سلام وإنت مالك ما تسبها تتجاوز أنا مالي؟ أنت اللي مالك عندك حق أنا مالي المهم عارفه حاجة عن ماما ولا لأ؟ أهلوا إنها كويسة بس أنا برضو يا كريم قلبي مش متطمر مش عارف إليه مش عارف إليه طلعي من دماغي بقى أنت يومك أنا مش عارفة عيش حياتي تفضلي خشي جوه ربنا يستر سلامتك 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 يا نور ألف سلامة والله الله يسلمك أنت صارة بشكرك يا حبيبتي عشان سألت علي الفترة اللي فاتة إيه لا أنت عبيطة ولا إيه أنا أنت ناس يا نور إن إحنا أهلي ولا إيه ما تنسيش كده أه 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 آه خلاص خليس عالبيل أوليلي وما معرفوش لغد دلوقتي مين الي عمل فيك كده الله أعلم الله أعلم كان نفسي آهرفة قوية عشان أبعط له جواب الشكر مضحك معك فكيها بقى فكيها بس انتي مش شايفة يا نور ان الموضوع غريب شوية ان فيه ناس بتحاول تقتني في نفس الوقت اللي فيه ناس عايزة تقتلك اللي عايزين يقتلوك وعارفين هم من رجالتنا بوية تمسع انما اللي عايز يقتلنا انا مين مش عارفة يعني الموضوع فيه لغزة غريب شوية كده بس انتي عارفة انا بشك في اين بشك ان اللي عايز يقتلني ويقتلك حد احنا عارفينه حد قريب مننا بس احنا مش شايفينه عموما الحدثة دي خلتني قاعد حساباتي في حدد كتير قوي وحلق الغاز كانت محية راضية تلاتة طرعة وحل سي تلاتة احنا مش شايفينه انا نزلت ترغي ايوة يا وديا ورعي ايوة يا وديا ورعي ايوة يا وديا ورعي يا حبيبي احمد يا ترى مين اللي ورا قتل المأمورة ايه ده؟ انا كنت فاكرة انتي ورا الموضوع ده عشان تنتقم منها بصي انا صحيحة ارفانا من اللي خلفوها بس اخسم بالله ما ليه دعوة بالموضوع ده؟ بصي يا تفيدة بصراحة انا كنت فاكرة ان الوات زكي اخوكي هو اللي ورا الحوار ده كله اه زكي هو زكي ده يعرف يقت الفرخة ده اخيب من الخيبة والله مال مين اللي ورا الحوار طي الله اعلم ما هولئ زي المأمورة دي هتلاقي عداءها كتير من اللي بتعملوا في خلق الله اه بس الحمد لله انه هما ما اتهموش حد فينا كنا روحنا فابونيكلا يا حمامل وراح ويا حمامل والعادل وطنت عاملة ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ اهو الحمد لله احسن كتير هتخرج بكرة ولا بعده ان شاء الله قوليلي هي عارفت موضوع شرف ولا لسه؟ بس كتب نبيا طنت انتصار انا قلق انا قوي مش عارفة موة لو عارفت ممكن تعمل ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ هيبقى امر واقع وهتستقبله بصدر راحب وخصوصا ان محمود انقص حياتها طب اقولك ايه؟ ما تيجي نعمل زي محمود وشرف ما عمله يا سلام ده انتو تبقوا جدعان بصحيح اخصى عليك يا عمر بقى عايزنا نسيب ماما في الظروف دي لوحدها ده حتى امانا وكريم يسافرين انا بصراحة بقى عدالة بدأت خاف ايه تخاف دي تخاف من مين؟ من ماما يعني؟ لا طبعا بس عارفة بحاول اجمع شوات حاجات كده مع بعض حاسس ان في حد بيرقي بالعلا دي كلها انت ناسي اللي حصل يوم فرحنا وشما انا احنا يعني اللي امهاتنا تعرضوا لهم حاولات قتل ولا اللي حصل للستة المكريم دي دي يعني كنت هتروح في الرجلين تصدق انا لسه ايلك كلام ده النور النهاردة في المستشفى هو مفيش غير نبوية زفت التمساح وايه علاقة نبوية تمساح بنور لأ الموضوع اكبر من كده هو فيه سر وانا لازم اعرفه نورت البيت يا ماما منور بيك يا حبيبي آه يا بيتي يا حبيبي كنتش مصدقة النهاجة الحمد لله ايه آه آه ايه كتفي يا بنتي كتفي وانا طالعلي واحمة ده رصاصة رصاصة يا ماما رصاصة معلش يا ماما حمد الله ع السلام محمد الله ع السلام اه فيه ايه فيه ايه انتو مش مصدقين يعني إيه كله الطبطب على الكتف ده ما عليش يا ماما أنا أسفى أنا أسفى ماما بصي بقى يا ماما أنا عايزيكي تعاودي في البيت وتسترياحي ما تعمليش أي حاجة وأنا وشرف هنشتغل خدمين تحت ريجي أعود ليه ليه مانا زي الفل لهو ليه عشان حتة رصاصة أنا ما يقعدنيش غردانة مدفع وليع الموقع أنا نازلة شغل من بكر شغل إيه اللي حضرتك هتنزلي من بكر إزاي يا ماما والدكتور قالك تسترياحي في البيت يقول اللي يقول الله ده بيعمل من الحبة قب أنا كل يوم بتضرب بالرصاص عارفين التشوهات اللي في جسمي دي من الرصاص لعلمكم أنا ما بحبش الراحة أنا لو استريحت أتعب والله أه 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 الحقوني ياني 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 على كتفي ياني يا بنتي يا حبيبتي يا الحدنية ما بتجيش غنى على كتفي ده أنا أسفى ابعيدي من قدامي واخد الغباوة من جوزك ريسبشن بيه هو فين ريسبشن مش باين يعني حماتك خرجت من المستشفى شرف وعدالة راح عشان يجيبوها النهاردة يجيبوها على نقالة يا قادر يا كريم بقولك إيه يا عمورة مش ملاحظ يعني إن في حاجة غريبة كده بين أبوك وبين حماتك قصدي إيه يا مام قصدي إيه هو أنت ملاحزتش إن وقت الحدثة كانت قاعدة عنده في الفندق آه صحيح طب أنت ما سألتهش كانت عنده بتعمل إيه هم 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 أنا موضوع إنها تروح تفتتح مصنع المية ده فوته بدماغي كبرتي يعني لكن أنا اكتشفت بعد كده إن هم بيتقابلوا تصدق عندك حق بس أنا اللي مكنتش مركز في القصة دي قبل كده بص يا عمري حبيبي أنا عايزك تركز في الموضوع ده جامد جدا وتقعد مع ابوك واتدحلبه في الكلام ما تخلهش يكرويتك لازم تعرف إيه الحكاية وتيجي تقول لممتك على طول فهم؟ مش عايزة مش عايزة أكل خلاص كده في رجعي وجعني تاني كده يا شرف عايزة تسيب أمك وهي عيانة ألف السلام عليك يا ماما أسيبك ده إيه بس حضرتك بس عارفة إن اللي حصل بيني وبين محمود بقى صعب قوي وبقى مستحيل نعرف نعيش مع حضرتك أنا يعني تسيب أمك كده وتترمي في حضن سعاد سعاد إيه بس اللي حترمي في حضنها دي يا ماما أنا راح أعيش مع جوزي وجوزيك عايش فين في الهوى يعني ما عايش مع عمه يا ماما ده وضع مؤقت بس لحد ما تجهز بيتنا يا بنتي دي حركات ده هيقولولك كده وفي الأخير هتلاقي نفسك قعدة مع سعاد ويشوفي بقى سعاد هتعمل فيك إيه اللي حضرتك بتقوليه ده بس يا ماما دي ستة مجرمة أنا عارفاها مجرمة ده إيه يا ماما يا ماما ما انسي السجن اللي انت عايش فيه ده قذ اللي بتشتغلي فيه كده بزرني يا رب فاكرة الستة اللي جات لحضرتك من الفترة ستة مين اللي كتعايزة حضرتك في مسألات حقيقة وموت آه دي فين دي وقفها برا اتخليها بسرعة وما تدخليش حد علينا وانت أولهم يا صباح الخير يا ستة الكل يا صباح الفل والورد إزايك انت كنت شيفين تعالي تعالي إيه أخبارك الحمد لله كل كمان الحمد لله الحمد لله أنا بجد مش عارفة أشكرك إزاي على كل المعلومات اللي انت اديتيهاني المرة اللي فاتت ها بس يا خسر يا ستة الكل كان نفسي تقبض عليه ياه ده انت باين عليكي شيلة منه قوي وما شلش منه ليه ده خد مني كل حاجة حالي ومالي وأحلى سنين في عمري وفي الآخر رماني وراح اتجوز علي معلش يا حبيبتي كله يتعود إن شاء الله وليه هو فيه جديد أكيد طبعا خير مش جالي تاني وكان عايز يردلي لعسمته قال إيه عايزنا اكتبله البيت اللي فاضلي من الدنيا باسمه بس أنا طبعا مرضتش وقلت له يستحيل أرجعلك بيا بعد ما غدرت بيا أيوا ايوا تعالي بقى تعالي عودي عودي كده ريحك جدتك كده ونتكلم على رواقه فاضلي تفاضلي حاضر هو رجع من إمتى من يومين بس يا ستة الكل وما بيجيليش غرف عز الليل وقال إيه كمان متنكر آه طب وإيه بقى الجديد عنده عرفتلك منه عملية هيقوم بيها هو وحبيبة قلبك نبوية تمسيح وانتي يعني ازاي قلتك؟ لا هو طبعا ما قليش أصله بعيد عنك وعن السماعين غابي شوية جات له مكالمة من راجل وصوت الراجل ده كان عالي قوي وانا سمعته وهو بغبة وتفتكر ان انا ما سمعتوش وانتي بزاكاوتك ايه بقى العملية قيمتها ان شاء الله هقولك على كل حاج قولي قولي يا غالية قولي يا زكية الحمد لله على السلامة يا فندم نورتي السجن السجن كان ضلمة ضلمة من غيرك قدينا بالرشد في الكهرباء وحشتين يا شهوار بس انت عارفة السجن كان وحشني جدا ريحة الزنازين كانت وحشاني ده السجن بصي الف وات كهرباء نور بوجودك والنبي ما تغيبي عننا تاني سيادة المأمورة حاضر حاضر بقولك يا شهوار عبد المولى موجود بتاع الأرشيف؟ لا موجود حيروح فين؟ في مكانه؟ يا يا سيادة العميدة حرتك بتدوري على ملف واحدة من عشرين سنة؟ عشرين ولا تلاتين؟ هو الملف مات؟ صح صح يا عبد المولى أنا عارفاك بتكافح الفران بالملفات؟ أنا محتاجة الملف ده ضروري جدا طب حضرتك يا يا اسمها إيه؟ اسمها سيدة دور في رفوف موقع شوف هنا ولا هنا؟ يلا حاضر يا رب بتلاقيه؟ طب حضرتك يا اسمها سيدة إيه؟ هو أنت عندك كم سيدة؟ دور في ركن السيدات؟ في ركن السيدات؟ يبقى حارة أيوة على مهلك أيوة يا عبقري ما عليش يا فاندم؟ طول يا زحمة عندي بس على فاكرة يا فاندم السيدات هنا عندي كتير واضح إن أنا مش هلاقي الملف ده هنا طبعاً ليه بقى ما أنا أقول سيادتك؟ لأن كل خمس سنين الملفات بتلوها على الوزارة فمعليش يعني حضرتك لو محتاج الملف ده ضروري قوي لازم توصلي مشوار لأرشيف الوزارة بس لازم تكوني فاكرة اسم الست دي بالكامل ما قوليه بقى أقولي سيادتك أنا أقولك عشان الموضوع يبقى سهل يعني على الموظف اللي زي حالاتي لما يجي يدور في الملفات دي سهل في التدوير وأنا اللي كنت فاكرة رأسك كمبيوتر طلعت مهنك خزلتني يا عبد المولى خزلتني مش ممكن يا فاندم تفتكري اسمها بالكامر ده من خمسة وعشرين سنة نكت فاضلت قولي هاتيلي الإيميل بتاعها جرى إيه يا عبد المحسن أنا لو أعرف إنها تقرب كنت حفظت الفاميلي نيم بتاعها إيه ده مش طريقة يا فاندم أنا آسف بس أنا عاوز أوصل لحضرتك معلومة إن المسجونات اللي هربوا في الوقت ده كتير جيت لا ده كان زمان دلوقتي عملنا باب حديد على السجن تب تقطبني يا عبد المحسن دي دي الوحيدة اللي هربت ومعرفتش يا جيبة وكنت صغيرة كنت رائد رباني يعلم أرد بك يا فاندم وعلشان كده أنا هعمل محاولة وبإذن الله هتكون نجحة وهي إن أنا هحاول أجيب كل ملفات المسجونات اللي اسموهم سيدة وكانوا في سجن الأناطر في الوقت ده كده تعجبني اعمل لي بقى كباية عدس بالجنزبيل وأنا قاعدة مستنين العدس بالجنزبيل كده كده جاي بس للأسف الشديد إن الموضوع هياخد وقت كبير هياخد وقت قد إيه؟ ساعة ساعتين قدين قاعدة العدس بياخد وقت يا فاندم الموضوع مش هياخد أقل من أسبوع أسبوع؟ ليه؟ بتدور على سيدة أعمال؟ دي مسجونة مسجونة يا عبد المعسن اقفل الباب ورانا يا سوزي تعي حكايتك يا عمرو بالزبط؟ هو التحقيق ولا إيه؟ يا بابا على عمورة حبيبك برضو؟ يعني إنت مش شايف إن علاقتك بحامتي بقت أوفر شوية؟ ده أنا بقى عمل ده عشان مصلحتك لا أحب أقولك بقى رايح نفسك عشان لو بتعمل أي حاج عشان هي ترضى عليها فمالوش أي نتيجة ليه إن شاء الله؟ عشان حامتي هي هي ما تغيرتش حتى بعد الحادثة؟ يووو ده حتى بعد الحادثة عادت وبقوة خصوصا بقى إن هي مش طيقة روحة اليومين دول بعد ما محمود وشرف قرار يسيبوا البيت ويروح يعيشب بطمو لا ضربة جامدة قوي عليها ها وشرف راحت ولا لسه؟ ماما شرف جدت أهلا أنا عارفة إن حضرتك مش طيقاني بس أنا مليش أي زنب في اللي حصل ولا حتى كنت تعرف أي حاجة بس يا شرف أبو محمود الله يرحمه مات وسبني وأنا صغيرة كنت في عيز شبابي وكنا لسه يعني على قد حالنا يدوب عندنا شركة حراسات صغيرة كده وكان معانا شريك مطلع عينينا بس ما همنيش اشتغلت ليل نهار نسيت نفسي نسيت 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 الدنيا بحالها وحفرت في الصخر عشان أبني مستقبل مش ليا لأ عشان ابني الوحيد اللي مليش غيره في الدنيا عشان كده ما عنديش أي استعداد النهار ده إن أي حد يجي يأذيه مهما كان هو مين تفاهمين يا حبيبتي؟ يدوب عندنا شركة حراسات صغيرة كده وكان معانا شريك مطلع عينينا بس ما همنيش اشتغلت ليل نهار نسيت نفسي نسيت 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 الدنيا بحالها وحفرت في الصخر عشان أبني مستقبل مش ليا لأ عشان ابني الوحيد اللي مليش غيره في الدنيا عشان كده ما عنديش أي استعداد النهار ده إن أي حد يجي يأذيه مهما كان هو مين تفاهمين يا حبيبتي؟ تفاهم حضرتك ومقدرة كل اللي بتقوليه عمتا أنا اتفقت مع شرف إن خلاص يعني من هنا ورايح العميد نور ما لهاش أي علاقة بينا ولو شرف حابت تروح تزورها مفيش معنى طالبا مش حاجة بيها سيرتنا ولو العميد نور يعني حابت إن هي تيجي تزورها هنا لا اللي عملت كده في ابني بيتي يحرم عليها اليوم الدين محمود هيرجعلك يا ماما حاضر يا ماما حاضر حاضر تفضلي يا ماما الشاي تسلم إيدك عملا بنفسك وكابتن أحاسيس قاعد زي قلته بقى كده يا ماما يحصل كل ده ما تعرفنيش يعني لو كنت عرفتك كنت هتعمل إيه هتيجي وتفضحي نفسك أنا هي ما اتضرب علي رصاص ده أنا من كتر ما اتضرب علي نار بقيت عاملة زي المسدس التسع ملي حلوان تصور يا حماتي كل شوية أمانا عمالة تقولي أنا حاسة إن يا ماما فيها حاجة حاسة إن يا ماما فيها حاجة حتى بعد ما كلمتيها أمانا تقولي حاسة إن يا ماما فيها حاجة وفي إيه بالزبط؟ شفت مش قلتلك أنا كان قلبي حاسس حبيبتي أصلا أنا وبناتي في بيننا اتصال عاطفي ربنا يخليك لي يا ماما ما محرميش بينك أبدا يا رب ربنا يخليني ليكم وتحرقوا دمي يا رب يعدي لي من دول على قير وينزل الواد بقى هو إيه لزق في جدار المعدة؟ هانت يا ماما قال لي بالحق أخبارها عدلها وشرف إيه؟ شرف؟ كويسة كويسة أنا الحمد لله كويسة أنت طميني عليك طيب قولي مش هتيه تتغدى معي النهاردة؟ طيب أوكي باي إيه دا؟ هو أنت ما روحتيش الشغل النهاردة ولا إيه؟ لا ما روحتش إيه؟ بتضيع من عديتش في البيت؟ وأنا حتضايق ليه؟ بالعكس وأنت بقى مش ناوية تروحي شغلك؟ هتفضلي مبلطالنا كده في الخط كنت بتكلمي مين؟ كنت بكلم محمود كل شوية بكلم محمود بكلم محمود هتعطليه عن شغله مش كفية الفترة اللي تعطلها بسبب عماية لست والدتك أنا أسفة يا طنت ما كنتش أقصد أن أعطله أنا بس كنت بتطمن عليه بتطمن عليه والله وما كنتش بتيجي ليه لحاجة تطمن عليه وهو مرمي وفضلت قاعدة جنب أمك جنب أمك جنب أمك أحيسي جمهور ده الحقيقة زي ما عودناكم سبق سبق إعلامي فازيع زي ما عودناكم إحنا أول نصف نصور ده كمين الشرطة عملته من مصادرنا الخاصة جينا بقالينا إن رجالتها النبوية تمساح هيقوموا بعملية سطو مسلح على أحد مكاتب الصرافة في الشيخ زايد وإحنا دلوقتي مع الشرطة علشان نشوف الحدث معاكم دار الحقيقة بس هي اللي عندها الصفق ده يا مادام انت صار مش كده عايزين نسمع الإشارة حدثك وأنا مضيقك في إيه؟ وأنا يعني كنت قاعدة واخدى مكانك؟ مش كده يا أستاذ بس من فضلك هناخد بس مقدمة البرنامج ونكت على طول يلا انتو مفيش فانت هنقول بس الشرطة والشعب والشعب بعدين ترجعوا تضيق الشعب تاني وبعدين لا 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 يا مادام بس حدثك بقى هتضيقني يلا يا ابني ابدأ الإشارة أعزائي المشاهدين يا مادام بعدين محمود انا بصراحة تعبت ليه يا حبيبتي؟ تنتصعد مش طيقاني مش قادرة تنسى اللي ماما عملته وكل شوية تقطن فيه في الكلام مليش يا حبيبتي يعني هي أضطر زروفها وحطي نفسك مكانها انا مقدرة كويس قوي يا محمود بس كل إنسان بقوا ليه قدرة احتمال انا مش عايزة أقولك ان هي بطلت تروح الشغل عشان تفضل طول الليل والنهارتة بقادل فيه مهم بطلت تروح الشغل دي عمرها مع عملتها تخيل بقى عشان تعرف بس الموضوع معها هوصل لي فين وانا اللي كنت قاعدة في البيت عشان اقعد معاك لا 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 انا من بكرة هروح الشغل بص يا شرف الموضوع عايز شوية الصبر وانت المعاملة بتاعت الكويسة معها هتنسيها كل ده بالتدريج وبكرة تشوفي ضمي وانا عارفها والله ما فيه قطيب منها بس انا فيه سؤال محيارني هم هو انت حلوة كده ولا بتستعبلي هم بتستعبلي موسيقى خليكم هنا اوَ حد فيكم يتحرك وإحنا جاينا عشان نقعد معندوش حس فني شعري حلو 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 جدا يلا الميكوب الميكوب ايه جميل جميل يلا ها يلا 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 الشعر مظبوط مظبوط يلا يلا طمام يلا نجل نراك واخيرا انتسرت الشرطة انتسرت الشرطة وطم القبض على اربع رجال من عصابة نبوية مساح انا جهزت لحضرتك تلات ملفات لتلات مسجنات والتلات اسموهم سيدة وكانوا في سجن العناطر في الوقت ده عفارم عليك يا عبد المحسن اه رباني يا علم الاتف حضرتك هات هات وريني دي ملفاته اه سيدة اسمعيل التوني ايوا سيدة محمد القوسي ايوا سيدة جابر البورعي 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 كنت نسيها ازاي البورعي بنت الهرمة ايه دا بس دي مش الصورة بتاعتها ازاي ايه دا السورة دي متغيرة ولا ايه بص كده عبد المحسن الختمة فين بص الختمة اللي تحت متغير ازاي اه لا 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 السورة دي متغيرة متغيرة اه بالفعل يا فندم فعلا هي متغيرة ماشى الله علي حضرتك ايه اه لا 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 انا اصد اقول ان حضرتك قوية الملاحظة جدا صورة متغيرة لا ده الموضوع الكبير قوي ما بقاش عقر زي ما عبد المحسن قال ان ما تجبت قراره عبد المحسن يعني ايه عقر طبعا عرفتش توصل مع ابوك في حاجة اكيد كروتك في الكلام كالعادة هو بيقول ان هو بيحيالها عشان خاطري لا والله بسم الله عبد احنا هبل احنا عشان نصدق الكلام ده ما هونا بقى قولت له انه محاولات يدود كلها فشلة وان هي لسه زي ما هي معنا واسه بقولك يا عم من الاخر كده زي ما قلتلك ابوك عينه من حماتك عينه من حماتك ازاي يعني يا ماما يعني هيسيب الستات اللي في الفنادق قدامه باشكالهم دول امارات يا ماما امارات هيسيبهم يبص الحماتي ايوا يا ابني هو زوقه كده متدني هو بيحب كده الحاجات البشكل ده انا مش عايزة اكرهاك فابوك زمان كان عنده عربية خنفسة وكان بيلف بيها بقى في الحواري والشوارع ولا الشغل انا مش عايزة اكرهاك فابوك حبيبي ابوك بيحب الست الجامدة القوية اللي تديله على دماغه بس سوري يعني يا ماما هو لو بيحب الست اللي بتديله على دماغه زي ما بتقولي طب ليه سب حضرتك يعني لأ مانا كنت رقيقة زمان انا ما توحشتش الى بعد ما سبته ثم ان هو بيغير من نجاحي اه يا ماما يا جامد قوي ليك حق ما انت ما شاء الله بقى نمسك الخشب اليومين دول نجمك عالي قوي في السماء بالذات بقى بعد الخبطات اللي عملتها بتاعت نباوية التمساح دي الله هو اكبر يا حبيبي الحمد لله رزق جاي لنا كلنا يعني الحمد لله ماشاء الله ماشاء الله بقولك يا ماما انا بصراحة خايف عليك يا قوم الست دي حلق ربنا يصدر ربنا مش ممكن يوكسني في جوزي ويوكسني كمان في حياتي العملية اكيد هينصرني في حاجة السلام عليكم لو سمحت من فضلك كنت نعم فيه اه لو سمحت كنت عايزة نعم انا العبيد نور رئيس الدين تمام يا فنم اموري ايه ده؟ تمام ايه وصيبين شغلكم فيش حاجة فنم تحت قعد يا استاذ قعد يا استاذ كمل كمل نوم انا كنت عايزة اعداد معينة لجريدة الاهرام عن سلسلة اخبار اتنشرت عن مجرمة اسمها سيدة جابر البرعي اكتب الاسم عشان احتعمرك يا فنم سيدة سيدة جابر 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 ايوه البرعي البرعي ايه الفتر ده كان امتى حضرتك ساعتها؟ شوف كان سنة 1988 لا مش 1988 1989 بالظبط 1989 بس ده كان من زمان ايه يا فنم يعني ايه من زمان؟ انا جاي الارشيف ولا جاي معرض الكتابة لا انا عايزة الاعداد دي ضروري حضرتك ممكن تقوليلي كان شهر ايه سيدة 1989 دور كده في الشهور الستة الاولانيين او الشهور الاخرانيين او اسهل عليك في السنة كلها هدور في السنة كلها لا ده كده موضوع صعب جدا يا فنم ده هياخد وقت طويل كدا مني جر ايه يا جدعان انا بدور على عيلتيها ليه محسسني ان انا بفتح المندل اجيب لك حتة من قطارها يلا دور اول مادم شهيرة الارش تفضل خليها تتفضل مادم شهيرة تفضل مساء الخير اهلا اهلا يا زيك يا شهيرة عش من شافك اهلا بيك انت فين يا انتصار؟ مشغولة هو زي ما انت شايفة مشغولة قوي والله وانت بالطرد نبوية التمسيح مش كده؟ اهو قديك متابعة متابعة الا متابعة دي مصر كلها متابعة ولو اني يعني خايف عليك يا قوم الست دي للأسف كل الناس اللي حوالي بقولولي كده بس انا بقولي يعني بما اني ما بعملش حاجة غلط يبقى اكيد ربنا هيقف معايا ويساعدني ان شاء الله ها قوليلي اخبار النادي ايه؟ ها؟ اه انا هي نادي فيه هو فيه كم نادي؟ نادي التايجر؟ هو انت بقيت فضيال وخالص يا انتصار ده انت حتى اكتماعات مجلس الادارة ما بقتيش بتحضريها عامل ايه بس متيكي شايفة انا مشغولة قد ايه وبعدين بصراحة انا كل ما جي ندوة بتحصل مصيبة بقولك ايه يا انتصار انا فيه موضوع كده كنت حايز اتكلم معاك فيه بس مكسوفة منك شوية خير يعني المجلس والاعداء كلهم بيتكلموا في انك ما بقتيش فضية للنادي خالص ها وبعدين يعني المطلوب وبعدين ايه عايزيني شلوني من رئاسة النادي مثلا؟ بصراحة مش هجزب عليك يا انتصار مم وطبعا مرشحيني كنتي لرياسة النادي انا؟ لا انا برضو مش فضية زيك يا انتصار انا كنت بقترح يعني ان احنا نمسك مجلس الادارة لسعاد هانيم دياب وهي برضو وجهة مشرفة للنادي ايه؟ سعاد دياب وهي وفقت انا فتحتها في الموضوع ولقيت انها ما عندهاش مانع لو انت يعني مش هتتدايق بقى كده يا سعاد دي اخرتها؟ بقى انا ازراعك تقلعيني؟ اما انت بقى فعايزة تنتقني مني عشان ابني رفض بنتك انا ليش يا شهيرة نورتي، نورتي حبيبتي خلاص فهمتوا هتعملوا ايه؟ اول ما العيس يوصل هو دا، هو دا حلو ايوة ايوة، سنة واحدة انا عالباب اهلا 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 ايه اسخل يا اهلل وسهل خش يا ابني بيتكم وفرحكم اهلل وسهل شكال انت اهلل وسهل فرد 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 لا عادل والله ملو لازمة والله داعد ملو لازمة على الاهوة المؤاخزة الثانية واحدة بس ابلغ الجماعة فتنة يا لوزة فتنة لوزة يعني كل دا ما انتم استمعين ايه الريس الخشت بله وابنه عايد ايه العريس برضو يا جسخلتي برضو رحت جبتهم مش عايزة تجوز مش عايزة تجوز جراه جراه فتنة هتفضحينا بله الناس بله معلش حبيبتي اطلق يا عودي بصي له في عنيه اتفرجي على قميسه بصي على عددات صدره كده هو فردة شمي برفانه يمكن الهوة يجي ساوة ما لا هوة ولا ساوة مش عايزة تجوز هو تجوز بلعاك يا ناس ايه 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 ازعاق قوي عشان يعاقفه هم حياكلوكي ولا ياكلوكي وقبل ما تطلعي بضرابي قلم روج وحزاي الجلبية على وسطك كده شوية وتفرد خلاتك كده يا شرف امك تهون عليكي ده انت يا بيت ما كنتيش بتغيبة عني يوم واحد طب انا هونت عليك اخواتك كده وحشيني قويست الكل واخواتي كمان وحشوني البيت كل وحشني باين باين كل يوم بتجنة وبتسألي علي حتى بالتليفون معلش ومانا برضو ما كنتش عايزة باين ان انا رايح اقعد مع محمود وانا متضرارة هو عشان خاطر محمود تبيع امك شرابي اشرابي يا نورعين اشرابي عاملة معاك ايه يا ربي مش عايزة جيب سنتها ولا اسبها عاملة ايه معاكي سعاد الحمدلله كويسة كويسة عمرك معرفتي تجدبي قولي الياشرة قولي والطمينة ما خليكي ترجاعي المحمود ما تعبان او يا ماما ما تعبان يا حبيبتي سلامتك من التعب والله ما انت راجع له تاني هجوزك سيد سيده قولي لأمك مالي افتحي لي قلبك يا بنتي عملت فيك ايه مش قادرة تنسى مش قادرة تنسى اللي حضرتك عملتي فيها عنها ما نسيت قلتلك قلبها اسود فحمة الله انت اللي مسرة يعني كنت اعزان اعمل ايه اهد البيت اهد البيت بايدي طيب بعد الشرة عليك وهد بيتك يا بنتي بس انا خدت عهده على نفسي مش هتحشر غير لما تؤمريني عشان انا لو اتحشرت هولع فيها وفي ابنها وفي بيتها واللي يتشدد لها كمان لا والنبي لا عشان خطري ابوس ايدك يا ماما كفاية قوي اللي حصل بينك وبينها يا اهلا يا اهلا يا ريس عاي الشرع يا اخويا نور والسلام نورت والمناور نورت والشقة نورت الله ينور عليك يا ست الكل احنا قلنا يعني كده مش هلاقي احسن بالبيت الرئيس مسعد نعواند في شرع محمد علي كله عشان نناسبه وبيني باقي فيك يا رئيس خش ده بس منقص لك هي العروسة مكسوفة ولا ايه مكسوفة ليه ان شاء الله مانا زي الفل وقاعدة هو ولا انت عايزني يعني اتحزم لك ورقص لك ولا اتحزم لك ورقص لك يا ريت يا ريت يا بيت مش وقته مش وقته خراس يا بيت انت بدل ماكسل لك سنانك كلمة كويس مع الناس معلش ما انت عارف فوتنا بالتنكتة وتحب تهزر كده وتكشر وبعدين تتحك لها مخبين عليها سيماهم على وجوههم ده رفتها بقى اه يا رفتها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فتحت ايه؟ انا مش عايز اتجوز مش عايز اتجوز مش عايز اتجوز بيت يا بيت يا بيت تعالي اين يا بيت ده احنا بنرى فتحتك مش فتحت الجران بسم الله الحفيز هو لمه اخذ يعني كان فيه حد من اهلها عنده لطف ولا حاجة لطف لطف ولا عليك يا حبيبي مالبت زي الفلة هي قدامك وعقلة دي عقل مني وايه من جدودها ده؟ ما احنا اهلها شايفنا مخبيل قدامك ما احنا زي الفلة اهو جرايا معلم ما تقف مع وجوه وتتكلم عادل ايه الكلمة اللي مالقوش لازمة ده؟ دي كل الحكاية ان هي بيت ابنوت واول مرة جيلها عريس وحمرت الخجل انكسفت يا عايز ايوه ياابا باين عليها انكسفت انا مش عارف ياابا ليه كل ما اشوف عروسة تنكسف وتهرب طب تلحي واسكت اه طب احنا نستأذن بقى دلوقتي ونبقى نفوت عليكم في مرة تانية انيسته ونواتي يا عايز خشت والله طيب سلام عليكم والله ما هيحصل ده بيتك يلا ياابا مع السلامة يا عايد حسناك المرة الجاية يا عايد تيجي تتغدى معنا بقى واد فرختين مشويين معاك يا حبيبي يسلمني على ماما ماشي يا ماصوفة الرقبة يا بتاعت كريم كده برضو يا فتنة؟ كده برضو يا بيت؟ خليتي الناس برا يقول عليك مجنونة؟ يقولوا اللي يقولوا يا خالتي انا ببيهمينيش حد ومش طيقاء اصلا ما؟ شلي من دماغك يا فتنة شلي من دماغك كريم انت وليا وانا حنصحت لله في لله كريم ده مش ابني؟ انا باقولك طلعيه من دماغك كريم لما افكر يتجوز يا فتنة بصل فوق قوي وراح حتة تانية معاك كنت قدامه للنهار ومعاكده مفكرش فيكي وامراته خلاص حامل ها مستنية يجيلك برضو؟ فكري في ماصلحتك وخليك وعيا والدنيا ما بتقفش على حد يا فوتنا مش قادرة يا خالتي كريم مش اي حد انا وعيت عالدنيا ملقيتش قدامي غير كريم كريم مش اي واحد كريم ده حياتي وعمر كله خليك نصحة خليك نصحة ووعية الراجل قبل ما يعمل وشه كده ترزع انت الباب في وشه وما اكتر من رجالة يا حبيبتي مليين البلد اللي يديقك اقلي بيه واعرفي واحد تاني يرياحك اه مفيش حاجة شاي لستغ رجلها لراجل بينفع ولعايل بيسند السلام عليكم لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت من فضلك من فضلك انا العميد نور اعزي بديك اتشبت كل الدنيا نورت فضال يا فنن فيش هيبة للبدلة اللي انا لابساها زايا فنن بس انت نورت الدنيا فضال يا حاج اه عندليك اخبار هيلة بجد؟ اتشقلبت واتنططت وجبت لحضراتي كل الاعداد اللي بتتكلم عن المجرمة اللي اسماها سيدة جابر البوراك عفارم عليك دا انت دورت على إبراف أش وريني ايه دا؟ الزمالك بطل الدوري ايه دا؟ كتب من أولها ولا ايه؟ اه سنة 1989 بقى إبراحتهم اه ساعتها لا لا مش هنا حضرتك ايه دا الصفحة دي ايه دي؟ مش عارفة الصورة دي ورا الحديد مش باينة فيش صورة تانية؟ عندي ليك خبر تاني تفضلي يا فنن اهو هي دي الصورة كنت متأكدة انها غيرت الصورة في الملف يا مين دي؟ لا معلش حاجة تانية كده تابعي وبعدين بقى يا ست الكل احنا هنفضل سايبين الست اللي اسمها انت صار ديت بارتع وتلطش فينا يمين وشمال زي ما هي عايزة صبر طي انا هخليها عبرة عشان تبقى تعرف تلحديني انا بس اللي حيجنني هي بتعرف أخبارنا مين احنا فيه في وسطنا خاين 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 ايه بس يا ست الكل كل رجالتك مخروصين ليك والحمد لله تكلم عن نفسك يا سبروت انا متأكد ان في حد بيوصل أخبارنا ومصيري هعرفوا وساعتني مش هرحهم طيب يا ست الكل انتو امورين احنا بقى اي حاجة؟ تكل انت وانا هتلم اقرأي سلام يلا اعم 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 ايدا اعم مخصي اعم كريم 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 اه 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 كريم كريم لحن يا كريم كريم اي اي ايا جمال لحن يا كريم بطني ايهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انا فين؟ ايه اللي بيريني ده؟ اه اه ترى مين دلوقتي؟ اه يا احسيس عايزي مني؟ ايوه ايوه عايزي مين؟ بنت انا بتولد؟ بتولد فين؟ دي لسه في السابع يا ابني ها؟ اكيد ريخم هيطلع ريخم زيك طيب اروح فين؟ طيب انا هتصرف بقولك بقولك اديها دراع كل ما تصرخ ولا يجيلها الطل اديها دراعك تقضي فيه مال هنعمل ايه؟ على ما شوف دكتور ولا حاجة ها؟ طيب هلاقي دكتور فين؟ انا لو لقيت كهربائي يبقى كويس طيب اعمل ايه؟ ايوه دكتور عاصم دكتور عاصم دكتور عاصم يا رب بلاقيه يا رب بيرد اه مقفول مقفول طيب بروح فين انا؟ انا مش انا؟ انا مش بايه ايدها؟ انا مش بيه لما دا ججرت امراضي النساء في الفجر تقفل لما تعمل كمدات تعمل كمدات لما ست تجل على طلق تعمل كمدات على بطنها؟ لا 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 رب اريد الاستعمالي حبيبك استعمالي استعمالي ببوت دي الشر عليك انا كل دا بسبب امك ها سبب حزب الله ان اعمل وكيل فيها مبصة بيها كريمة طيب حاضر حاضر ايه دي بس ايه؟ ايه دي بس انا لقيت لامك اتأخار انا اوديك المستشفر او ايه حصل ايه حصل بقول لحضرتك إيه؟ أنا قبل ما هولدها هشوفي الأول قسيمة الجواز آه بصراحة أنا مش متطمن للموضوع ده خالص ليه يا دكتور وانا واخدائك تطلع لها رصاصة ده انت هتولد بنتي انت ليه محسزني انك أمين شرطة انت عارف انت بتكلم مين؟ أنا العميد نور عز الدين مأمورة سجن النساء مش معقولة هشارك في جريمة طب ممكن بقى بعد إذن حضرتك هشوفي الكرني بتاعك احبط بقى يا دكتور قسيمة إيه وكرني إيه؟ هو أنت بتطلع لي رخصة؟ بقولك إيه ما تشخطيش فيها سيبيني أشوف أنا هولدها إزاي أنا من نوع اللي بإنسها بتعرفش تولد خد يا بنتي راجعيلي مراحل الولادة كمان كمان أحلى شنبس إذا ما كانش ساقد في مادة الولادة تصرخ بعد الطرق في حد بيصرخ يا هي هتصرخ يا البيب هيصرخ يا أنا اللي هصرخ أخو حاجة أنا هتصوتك بتسمع إيه ربنا يصبيني بقى أنا هتكس ما تجنن إيه أنا اللي هتجنن هنحكي الشعري عليك يا رب يا رب كله بسببك يا مطر بالمصانع إنت الله نحصل يا رب كل الوقت منزلش ليه منزلش ليه طالب أريخي مزي أبو عرف لو بنتي حصل لها حاجة هجيب لحنجار تقرر إزالة يا رب يا رب ده أنا غلبانة يا رب أنا غلبانة يا رب غلبانة بالزم أنت غلبانة أم للمفترية تبقى إيه ما هو كله بسبب الحبسة السودة ليه كان زمانها دلوقتي بتورد في مستشفى نظيفه لا ده بسبب عملتك السودة كان زمان إقوةها حواليه أنا جايبالها أحسن دكتور في مصر الرخي نزل الرخي نزل بقى انتعب بقى انتعب الحمد لله مبروك 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 بنتي ولدت لسه ما أعرفش قولي يا رب الله أعلم جاهد جاهد ما المين اللي بيقول واء ما أعرفش منتي جرالها إيه عمل فيها إيه ودرس الكيميا ده منتك زي الفل وجابت ولد زي الأمر ادخل اللي مجد الحمد لله الحمد لله إيه ده مش حضرتك المنطرب كريم ناصف آآ لا لا شبه 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 إزاي ده حضرتك شبه الخلق النطر يخلق بشبه أربعين ألف مبروك يا كريم يا شبه صدر فيع سبرالو بوسوا بوسوا وكمان اسمك كريم خلاص فضحتينا فضحتينا أزلوا يا كريم أزلوا ما تغنيش أزلوا أزلوا الله هو أكبر قل الله هو أكبر يا كريم يا كريم خلي بالك الله هو أكبر يا كريم خلاص الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر انت مالك بقيت شبه حميتي كده بسكوتي يا ماما ده أنا كنت أهمه بعد الشر عليك يا حبيبتي الحمد لله أن أنت قلت لنا بالسلامة وجبت لنا الأمر ده وبعد كل التأخير ده سامي سامي بسم الله الرحمن الرحيم كل التأخير ده أنا قلت هتجيب ود إيه جايبالي عيل قد كومدينو بس ايه يا ماما الدكتور اللي انت جايبه ده ده دكتور مجنون خالص وغريب ده بيشك في كل حاج عندك حق ده واخد الطب منازل لولا خضيتي عليكي وانا جايبه كنت هعلقه في المراية بتاعت العربية ليه مش كان ده اكبر دكتور في مصر تشكله مخولة الاساسة هيا كريم ما نسميه ايه ايه رأيك نسميه عبدالجبار على اسم بابا اللي يرحمه نعم 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 ايه عبدالجبار ده ايه اسمه مخبر مخبر ايه يا ماما ده بابا اللي يرحمه كمهندس ذراعه قد الدنيا لا يرحمه ويخفله بقولكو ايه انا قررت اسميه موسعد صلاة النبي احسن موسعد نهواند والوادي اكبر ولوزة تدمه للفرقة وتسميه بندق وتخليه لف الطنورة خلاص يا ماما احنا هنسميه مروان حلو مروان ده مروان كريم ناصف اسمه كله مزيج تمام يا فندم حضرتك عاوز من عندنا اربع افراد امن لتأمين الشركة شفت كل تمن ساعات يعني كده يبقى اتناشر فرد امن مظبوط وعربية من الشركة هتفوت عليهم كل ست ساعات يبقى التوتل 3000 دولار في الشهر بس سعاد هانم انا اهم حاجة عندي في افراد الامن حسن المظهر اللباقة اللياقة يعني يكونوا اقوية لا من الناحية دي حضرتك اتطمن خالص بس انا بضربهم بنفسي شكرا يا سواري انا مجد ومبسوط انشوفت حرقاتك شرفتني يا فنم شكرا نورت يا فنم نعم خير انا منتصار عبدالحق بره يا نورا بيد خليها تتفضل انتصار عبدالحق بره اتفضلي هنا انتصار عبدالحق اهلا يا روح انا صاحبة بيت طبعا تعالي هنا تعالي هنا اوه ازيك يا حبيبتي ازيك انت وحشانة او انت كمان ايه بقى محدش شافك يعني من ساعة ما ابنك رجع لا حس ولا خبر ولا اكنك تعرفيني اغسى عليك هو انا استغنى عنك انا اقدر بس وحياتك عندي يا دوبة فوق من اللي حصل لمحمود ياه كل المدة دي عشان بتفوقي لدى انت عندك ديليت في التفويق شهيرة قالتلي انك بتروح نادي كتير وعندك نشاط كتير اه هي قالتليك على موضوع رياسة النادي بقولك ايه يا نونو وحياتك عندي الموضوع ده لو حديقك اعتذر عنه دلوقتي حالة ده انا انتصار عبدالحق يا ماما داي دايقني هو انا نقصة شهرة هو انا نقصة حب الناس هو انا نقصة نظومية لا يا مامتي غلطانة ده انا لولا ان انا كمان مشغولة كانوا الدوني رياسة الوزراء فوق يا ماما ها 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 يا سيدي يا سيدي مالك في ايه؟ ما عرفش والله يا عمر ماما من المبرح مختفية بطريقة غريبة قوي مختفية ازاي يعني؟ راحت الشغلة من بدر قوي و بكلمها على التليفون قايتلي انها معرفش احتمال تبات عشان عندهم حالة طوارق ولا ايه حاجات مش فاهمها حالة طوارق؟ انا جايز يكون عندهم مشاكل يا حبيبتي في السجن ايا بس ايا كان في مشاكل دي عمرها ما عملتها طب انت ايه متوترة كده؟ ايه دي؟ ان شاء الله خير هتلاقي يعني فيه مثلا تفتيش في السجن او حاجة مش عارفة بس موضوع حالة الطوارق ده مش داخل دم своية خالص طب هو موضوع الفرخة ده داخل دمش جدا ها ه Vas اناول يا بعدة اصبها على الله ها 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 هتشابت سناء هتش مش ليكي في السحر وش عوازها بتعملين حاجة خرجنا من المخروبة اللي احنا فيها دي هي ها ها هاRun ها variable دي شوية هباش تكنات كده منلكون بقى يعيش ياني عشان هنه نضحك عن ناس المخبير والله هيا مليه سناء، وكرامات وحركاته ياا هتشي كلي وكاسات الميتس اللي جملك دي مبتفهمش هاجة ابدا ودي أجبل من الجبن نفسه يعني ايه هنفضل ولا الحديد لأ لا سايع عليك النبي من مطابقبيش تافدة علينا تاني الحسن دي بتتلكك فجأة هتلاي الموضوع شرع شعر في نفُخها نعطينا من مصيبة تانية واحنا مش نقصين ومين قالك ان الموضوع مش مش عشعة في دماغي بس انا مش لاي الخطة اللي هي اللي كنت بيها ومرجعش هنا تاني ابدا اهلا اهلا باعلامياتنا العظيمة اهلا بحضرتك ده شرف كبير لي ان انا اكون بتكلم مع حضرتك السيد وزير الداخلية كلفني ابلغك شخصيا بشكر وامتنانه على مساعداتك لنا طول الفترة اللي فاتت في موضوع نبوية تمساح لا ده انا لا ارجوك انك تبلغوا كل تحياتي وتقديري وتقولوا انه ده اقل واجب من مواطنة مصرية اه هو صحيح عملتوا ايه مع رجالة نبوية تمساح بعد ما تقبض عليهم في التحقيقات بعد وقت عصيب ومناورات قالولنا انه ما حدش يعرف نبوية تمساح ولا حد شافها انما هي كانت بتتكلم معاهم من خلال سماعة حطاها في المكان اللي كانت بتقابلهم فيه وفعلا رحنا المكان لقينا في الصحراء وعبارة عن استراحة كبيرة ولقينا كلامهم كله صحة لذلك قررنا ان احنا نكافئك ونردلك الجميل انا ازاي قررنا انك تكوني اول اعلامية تصور استراحة نبوية تمساح تماماً في وقر نبوية تمساح بتراقب بيها رجالتها هنا وتشوف بيعملوا ايه وبيقولوا ايه سماعات سماعات وهنا هنا هي دي السماعة السماعة اللي كانت بتكلم بيها رجالتها علشان تعرف هما بيعملوا ايه وكانت بتغير صوتها علشان هي متأكدة ان هما لو عرفوا صوتها طبعاً كانوا هيبلغوا عليه اطلع كدر دا مش حلو اللغض دا يطلع كده يعني انا تطلع السنة السنة الجاية هشدوا هشدوا السنة الجاية اوكي الدوافر بتاعتي بانت مركبتها في المونتاج المزبط اوكي اوكي اعزائي المشاهدين بعد ما شفنا العدسة الكاميرا السماعة عرفنا كل اسرار وكر نبوية تمساح وده اقل سبق من دار الحقيقة اوكي طحفة الميكوب انت جايب ماكير معنا ولا لا جايب جايب بس في المونتاج هنصبك كل ده تفتكر اه لا لا كله هيتزبط الحمد لله وإيه دي دي إزازة ايه دي دي إزازة نبوية تمساح اه لا ده شكلها ملوتوف اه جرى ايه انتصار الكلب انت مش ناوية تتهدي بقى وتبعدي عني ولا انت زي القطط بسبعة تروح مش كفاية اني مستحملاكي طول الفترة دي قداني مش عارفة خلص عليكي كمان طلعة تفضحيني في التلفزيون طب ورحمت أبويا لعلمك الأدب وخليك تندمي انتصار موسيقى ألو بقولك ايه في حد جنبك طب انا عايز اشوفك ضروري وبسرعة لما شوفك هقولك ليه يا أخي الله أكيد طبعا في نفس المكان اللي بنتقابل فيه ونحنتقابل فيه في كازن ويعني طيب ماشي أوكي يلا سلام وبعدين في الولية طلقتك دي مش نوعي تجيبها البر ما تقلقيش منها يا سيدة لا قال انا حيات غلوتك اللي خلصتك عليها تاني تاني يا سيدة أنا مش سبق وحذرتك لما حاولت يتموتيها مرتين قبل كده وقلتلك بلاش خلاص محدش يعرف انك نبوية تمسح غيري لأن محدش شافك غيري الله ما هيعملها تخفرلي يا أمجد وانت طبعا سايبها براحتها فيك منها ملعيال يا أخويا هي ملعيال يا سيدة وانت مراتي نا مراتك بقى مرت ما هتتجاوز علي يا نور أنا مش سبق وشرحت لك أنا هعمل كده ليه خلاص اللي فات مات انسي طب افرد بقى جاي يوم ونور افتكرتني يعني ما افتكرت كيش المدة دي كلها وفاجأة هتفتكرك ليه ها فقدت ذاكرة ورجعت لها بطل تهيوات ها هنتعش ايه حاجة خفافي كده عكبي ورقاء